هذه العاملين عليها هذه دائما الكلمة العاملين عليها نهب فلوس المتبرعين وفنادق خمس نجوم أو خمس سيارات هذه تنقال حسبكم إنها صفية النبي صلى الله عليه وسلم يبي يشيل الشك عن نفسه من الصحابة يقول لا تشكون أنا ما بيكم تضررون من الشك أنا واثق بالنفسي وهذه زوجتي حسبكم إنها صفية فأنا لازم أقولهم حسبكم أنا بالعمل الخيري الناس تطالعك بنظرة جدا مختلفة إذا شافت طريقة حياتك وقد تفهمها بصورة مختلفة أنا دكتور معلش بس بس إلك السؤال مثل ما انطرح عليك توب الدوانية شكاله وقاله على صار لكم إن شاء الله جمعية العنوباش صار لها 40 سنة تقريبا وإنتوا تشتغلون وغيركم يشتغلون موضوع الأبار اسمح لي على السياق بس هو تشيني انطرح ما انترست أفريقيا أبار عندنا خارطة نسميها خارطة رحلة الدينار قبل ما استقبل دينارك أنا شكاعد أسويه شنون رح استقبل هالدينار وين رح أوديه قبل في فترة من الفترات تيلي تقولي عبدالله أبي مسجد يقولك أبشر هذا مسجد أبي بير أبشر هذا بير فصاير ما يطلبه المتبرعون مع أننا رؤيتي واضحة وغاية واضحة لكن بدنا نحول هالفكرة أنه لا أنت لازم تؤمن برسالتي وخليك شريك معي برسالتي والغاية بعدها أنا أي مشروع حتى أنت رح تدخل وياي لأن أنت مؤمن بغايتي مو مؤمن بالمشروع علاقة وياك مو علاقة مقاولات تسلي مفتاح وعطيك الصورة انتهى مشروعك لا بيك تؤمن أن السالفة مو مقاولات مو منشآت أنا أنشأها السالفة رسالة أنت قاعد تحققها وياي أن نحن قاعد نفيد هذاك بما هو يريده وما ينفعه مو اللي أنت تحدده نحن لأ تفكير يعني في واحد من الأسئلة هل تغيرت ثقافة المتبرعين أي تغيرت وايد بس دكتور كان أصعب السابق أصعب جدا أنك شلون تغير ثقافة المتبرع يعني هم آمنوا قاعد رحمان الصميت ورسالة رحمة الله عليها وشلون قاعد يأدي بس تظل أنه يبونها مسجد كفالة يتيم حفر بير كان يصعب علي يجمع الجامعة بس صحيح هذا دكتور يعني في السابق التعليم المدارس كان أقل المفاق عليهم صحيح الآن بدأت تغير الثقافة شوي شلون شلون بدأنا نشتغل على مفهوم الاقتصاد السلوكي الاقتصاد السلوكي علم شلون توجه اللي أمامك وتدرس ثقافة أول شي وتدرس سلوكه وبعدين شلون توجهه لغاياتك بدون ما يشعر وهذا تقدر تستخدمه استخدام إيجابي واستخدام سلبي هذا عن تسويق يعني دكتور عن تسويق في شيء يخص مثلا ثقافة الفرست إمبرشن على الموقع الإلكتروني أنا شلون أسحبك أنك تقبلني من غير ما تشعرنت وتؤمن بهذا المشروع وتدخل فيه شلون أقبلك أنت كشخص طرق الراتب ما عندك يعني بزنس قوي ولا تقدر تشارك بأكثر من 10 دنانير أشوف شنو ثقافتك السلوكيات كذلك تصورك أنك تتبرع بخمس دنانير بالتبرع أحط لك 10 دنانير ما أحط لك 20 الديفولت الديفولت بالصفحة حين لو تفتح الموقع راح تشوف فيه 10 وفيه 20 وفيه 40 صح ليش الاختلافات هذه بناء على سلوكيات المتبرعين عندنا فإذا حطيت لك 10 راح تقول بين الخمسة والعشرة قريب أصعد العشرة وتبرع لو حطيت لك 20 راح تتبرع بخمسة توقع ويد تفرق دكتور لو فيه خانة فاضية وأنا أملي الرقم اللي أنا بي جدا لأن الناس عادة تحتار شو تحط صح فإنت إذا قربت له الاختيار وما نوعت الخيارات ويد راح تروح الخيار اللي أنت عطيته هذا فيه غالب لأحيان طيب شون خليت الناس أنا قبل خمس سنوات كان عندي عجز بالتعليم 80% بس شلون مرة ثانية ما فات كان عندي عجز بميزانية التعليم أنا حاط موازنة راح أصرف مثلاً 20 مليون دولار في التعليم قطاع التعليم في قطاع تعليم جامعات وتعليم عام كنت أحقق فقط 5 مليون 6 مليون 7 مليون دولار 13 مليون أو 14 مليون ما أقدر أحققها فأغطيها من الصدقات العامة أو الزكاة العامة الآن أنا في فضل الله سبحانه وتعالى التعليم أغطي 100% ما شاء الله هذه فترة زمنية شكثة لكتو 6-7 سنوات ما شاء الله أي شويت شون أخليك أنت تؤمن بالتعليم أو ما أكلم كنت أكلم أبوك أو يدك أو يدتك أو عمتك أو خالتك شون أخليهم يؤمنون بالتعليم أخلي يدخلوا إياي بمشاريع التعليم من غير ما يشعر بحملات أنا عندي حملات العشر لواخر خليت الناس أول شي تختار المشاريع بعدين قلت لهم لا بصورة غير مباشرة أنت لازم تشارك بكل ليلة من الليلة العشر لواخر لأن ما تدري أي واحدة ليلة القدر فصار يشارك بالحملات ويعطيك مقدم يقول وزعها على العشر ليالي أو على التسع ليالي فوزعها للتسع ليالي بعد سنتين ثلاث سنوات قلت بتقرير ترنت بليلة واحد وعشرين قبل ثلاث سنوات كفلت طالب طب والحين هذا طبيب في المستشفى الفلاني قاعد يعالج الناس شنو؟ أنا خرج طبيب وهو ناسي على الموضوع تماما فيتفاجأ أن دينار التعليم قاعد يغير لما أقوله مشروع عشرة بعشرة عشرة بعشرة راح نمشين على رغبات المتبرعين فترة بعدين تحولنا قبنا نحط التعليم بند من بنود لعشرة بعدين بندين بعدين ثلاث بنود بعدين خمس بنود بعدين قبنا نسوي عشرة بعشرة كامل تعليم لأن طلع للناس أن ترى من عشرة بعشرة سوينالكم كلية محاسبة في جامعة سيماد اللي تبلك العون مباشر وهذه تخرج تنويا كذا محاسب بس دكتور اليوم من الدينار اللي يندفع من قبل المتبرعين أولويتي التعليم بالنسبة لك إذا عندنا التعليم العام والجامعي 25% إذا حسبت الأيتام كتعليم كذلك لأنك قاعدت تبني إنسان تزيدها 13% إذا بتزيد التوعية اللي هي توعية الناس بيومور دينهم والتعليم الشرعي وكذا أنت توصل تقريبا قرابة 45% بميزانية كيف التعليم؟ لو انقارنا فرضا قبل عشر سنين شم كان يحصل التعليم؟ بميزانيتكم؟ تقريبا تكلم على 25% الإجمالي بس قلت لك وقت كان فيه تحديات كبيرة علما هي نفس الآن تحدي أنك تغير الثقافة يبيلها فترة طويلة ورحمة الله عليه كان يقول هو مو عدم إيمان بالتعليم كانت عندهم بالعكس كان يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلت جل نشاطي في التعليم لأنه مؤمن أن التعليم هو اللي غير راح يغير أفريقيا مو السلة القذائية ولا المشروع التلموي التعليم هو اللي راح يغير زين دكتور كلمني عن ارتباط أسرة الاسميت ارتباط العون المباشر بأفريقيا ليش هال الارتباط هذا اللي على الأقل إحنا منوعين على الدنيا وإحنا نشوف هالاسمين مرتبطين بأفريقيا هذا يقول لك فيها قصة تأسيس العون يعني قصة جدا لطيفة تقول نبدي ولا توقع الله بعدين نحن صار لنا خلص دقائق تغريبا قصة تأسيس العون قصة صراحة فيها دروس وايد كبيرة بدت القصة بهجرة أو خروج شخص من العراق كان مضيق عليه لأنه نشيط بالدعوة هناك ويا الكويت يال الكويت وبدأ كإمام لمسجد العلبان في كيفان وبعد فترة غاب الخطيف فقامه خطب وكانت خطبة رنانة يعني طالعة من القلب وتوصل للقلب وتأثر بالناس تأثير كبير جدا إيه السنة قد سورفني تغريبا تكلم على بداية السبعينات بداية السبعينات الشخص هذا هو شيخ طايس الجميلي اللي اليوم موجود في كتر لا موجود في كتر فخطب خطبة عن العطاء وعن البذل في سبيل الله وكان من ضمن الحضور امرأة تأثرت من هذه الخطبة راحت البيتها جمعت كل فلوس اللي عندها الكاش وحطتها بخيشة وشيس وسلمتها للشيخ طايس المرأة هذه هم علي الجابر موضي السور الله يطولوا بعمرها استجابت من بين مئات الناس اللي احضروا هالخطبة فالشيخ طايس أخذ الفلوس هذه وقصد مجلس الخير اللي ممكن يستشير فيهم والنشي يسوي به الفلوس أول مرة يعني يجي هالمبلغ بهذه الصورة فرح للعم أحمد وزيع ياسين رحمة الله عليه والعم يوسف الحجي واستشارهم وهو قاعدوا إياهم يستشيرهم على الموضوع دخل عليهم واحد طبعا قالوا له أنه الآن في بنقال موجودين في باكستان لاهم بنقال ولاهم باكستانيين وعندهم حاجة كبيرة أن نساعدهم في مواد إغاثية وخيام وكذا فوقتها قرروا نخلص بروح للبنقال اللي في باكستان ونساعدهم وهم قاعدين ناقشون هذا مرة وقرروا دخل عليهم واحد اسمه الدكتور أحمد توتنجي وقال لهم يا جماعة أخباركم كذا شو عندكم؟ قالوا عندنا والله يا جماعتنا جايين من ملاوي وحالة المسلمين هناك جدا صعبة كانت في بداية القرن نسبتهم 72% والآن نسبتهم 16-17% تخيل كم نزل الأعدد صار فيهم تجهيل وتفقير وتنصير وقتل للعلماء لين وصلوا إلى مرحلة جدا صعبة فيما احتاجين أي مساعدة ولو يعني أحبة تشعير فقال الشيخ طايس أنا ما عرف هذه ملايو وينها قال لا ملايو غير وملاوي غير يعني حتى وقتها أول مرة يسمعون فيها فقال سمعنا واحد كانوا إيانا في أمريكا وكندا ناو يروح لأفريقيا وناو يهاجر لأفريقيا اسمه عبد الرحمن سميت ويشتغل في مستشفى الصباح رفع التليفون الشيخ طايس دكتور عبد الرحمن معك طايس الجميل وقت عبد الرحمن سميت ماهو معروف طايس الجميل معروف أكثر لأنه خطيب ومشهور فيه خطبته وكذا فقالوا والله الموضوع وإحنا بنروح لأفريقيا قال بسم الله بكرة لا أصبر شوي خلنا نرتب رتبوا طايس الجميل عبد الرحمن سميت رحمة الله عليه والدكتور ابراهيم الرفاعي الله يحفظه قالوا يلا بسم الله الروح راحوا إلى القاهرة من القاهرة إلى نيروبي من نيروبي إلى نوصلوا إلى ملاوي 24 ساعة يعني قاعد خير بسبعينا شلو أنت وصل هناك هذا تكلم حين بالثمانين بالثمانين أي بالثمانين واحد ثمانين راحوا هناك على أساس أن يبون يبنون المسجد ويرجعون نزلوا اللي باستقبال هم المسلمين كيلوات المترات على الطريق يمين ويسار وينشدوا لهم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع المسلمين يبكون والوفد اللي رايح لهم يبكون فلما يناقشون موضوع بناء المسجد وغيره وشافوا وضع المسلمين قالوا لا الموضوع مو بس بناء مساجد موضوع محتاج بناء الساجد اللي عمرها المساجد شلون نبني هالساجد بناء صحيح ما في ولا مسلم جامعي ما في المسلمين يسمونهم الإنسان الجاهل الأسالي الأسالي خلاص صار لقب يعني الإنسان جاهل يعني مسلم مسلم يعني إنسان جاهل فصار ارتباط بالطريقة هذه وصلوا المسلمين أن يفعلون منكرات عظيمة ومحرمات ولا يرون أنها محرم يعني جاهر فيها وما يشوف أنه يتخفى عنها وأنه يخاف منها الله يكرمكم الزنا الخمر عندهم عادي حلال بسبب الجهل اللي صار عندهم فرجعوا بيتصور غير عن مسألة بناء مسجد ونرجع ومنها أطلعت فكرة لجنة مسلمي ملاوي وبعدها لجنة مسلمي أفريقيا وبعدها فصار ارتباط أنه لا فيه ثغر موجود وقليل جدا اللي قاعد يغطون اللي لم يكن لا يوجد أحد في ذيش الفترة في ذيش الفترة وكان فيه تحدي كبير أن مجلس الكنائس العالمي اجتمع بنهاية السبعينات وقرر أنه في عام الفين ستكون أفريقيا بالكامل نصرانية فمثلا اللي أشعل التحدي عندهم أننا فيه شيء ممكن نسوي وأفريقيا بطبيعتها صعبة ما هي نفس سهولة أوروبا ولا نفس سهولة آسيا السبب؟ السبب طبيعة الحروب اللي صارت هناك في تاريخ الحروب إلى عهد قريب المستعمر يراها بلد ثروات كبير ولا بد أن يكون في تستمر الحروب حتى أنه يستمر في الحصول على الثروات اللي موجودة هناك بس عفوا دكتور بقاطعك لأنها النقطة مهمة بالنسبة لي أبي واقع الاستعمار بأفريقيا اليوم على الورق كل الدول الأفريقية تقريبا استقل له بس من شغلكم هناك هل هذا استقلال حقيقي؟ هو فيه قال بالدول استقلال سوري وليس حقيقي يعني أنتوا لكم الآن ما فوق الأرض ما تحت الأرض يظل تحت ملكية المستعمر ولا تشقون خيط بإبرة ولا تحفرون حتى بقفشة إلا بإذن الخارج مهما حاولت أنك تسوي الشيء هذا ترى يعني الجزاء راح يكون هو خلعك من من الكرسي اللي أنت عليه وصارت يعني فيه ثورات كثيرة تكررت بعضها نجاح بعضها ما نجاح فبالنهاية نحن نقول نحن نشتغل بالعمل الخيري والإنساني ما ندخل بالسياسة لكن هي إذا ما فهمنا هذا التصور اللي حاصل راح نشتغل أو ندش بالطوف يعني في عملنا إذا ما فهمنا هذا التصور فإحنا لابد أن نفهم الشيء اللي قاعد يصير حتى نقدر نشتغل بحكمة ونحقق اللي نبي بيصور يعني سهلة وبوقت قصير نكمل دكتور قصتنا قلت تأسس لجنة أي فتأسس لجنة مسلمي ملاوي تحت مظلة جمعية النجاة ووقتها كانوا عبارة عن ثلاث أشخاص الوالد وشيخ طايس ومعهم سكرتير دكتور إبراهيم الرفاعي سبحان الله يعني توفيق الله سبحانه وتعالى له أنه شارك بالرحلة الأولى فقط فهو بذر بذرة وبعدين راح كامل طريجة صار أستاذ في الجيولوجيا ودرس في جامعة أكسفورد وغيرك أستاذ زائر ورجع وبعدها بدأ توزيع العمل يعني من ملاوي راحوا إلى دولة ثانية وبعدين دولة ثالثة دولة رابعة ما وصلت 87 ميلادي إلا هم واصلين لأربعين دولة واصلين لأقصى غرب أفريقيا في كوناكري وعندهم في كل دولة تمثيل بشخص معين أبي أرجع لبداية القصة الآن الجمعية تحولت من نجلة مسلمي ملاوي إلى نجلة مسلمية أفريقيا إلى جمعية العون المباشر تكلم 30 مكتب نتكلم 9300 موظف نتكلم على 15 إلى 20 مليون مستفيد سنويا نتكلم على أرقام ضخمة ضخمة تعيد لي كم موظف دكتور 9300 موظف إن شاء الله أنا ما يهمني كم المبالغ أو كم العدد الموظف يهمني الأثر اللي قاعد يصير هناك نرجع لقصة شيخ طايس أنا عندي يقين أنه لما طرد أو طلع من العراق في تلك الفترة كان صدره ضايق أنه رح يترك رسالته ورح يترك شغله وأهله وبلده ما كان يدري شنو الخير اللي ينتظره بوصوله للكويت عبد الرحمن سميت لما كان في كندا يقعد مع الجاليات المسلمة ويتواصلوا إياهم يدعوهم الإسلام ويحاول يثبت المسلمين يحاول كذا كانت أمنيتها ويقول للوالدة ويحافظها أنه يا مصوهي بذا رجعنا لكويت ما رح نطول نبين هاجر ما نروح ماليزيا ولاندونيسيا ولنيجيريا ولبعض الدول الأفريقية فالرغبة كانت موجودة لذلك لما طرح الشيخ طايس قال من يروح وياي قالوا له عبد الرحمن سميت الشيخ طايس لما يطلل الفلوس ما رح فكر نروح ديوانية نائب مجلس لما ولا ديوانية تاجر ولا ديوانية راح لديوانية واحد معروف بالخير بأنه عنده فكر الخير وأنه قاعد يشتغل بأعمال الخير ميدانيا وعنده مشروع خيري ودعوي كبير فإذا ما صار مجلسك مجلس خير راح تيلك مثل هالمشاريع وتكون انت سبب في بذرتها فكم من دواوين الخير اللي طلعت منها مشاريع كبيرة ومؤثرة إذا صار مجلسك مجلس خير راح تطلع منها هالمشاريع مجلسك مجلس سياسي راح تطلع منها مشاريع سياسية مجلسك مجلس تجارة تطلع منها تجارة وصفقات فان شنو الصفقة اللي تبيها التنفي ديوانيتك خل هذا مفهوم ديوانيتك تعال لابراهيم الرفاعي الله يحفظه الدكتور شلون الله ساقة للخير انه يكون بس رحلة واحدة رحلة تأسيسية ان الله يختاره ويصطفي انه يشارك بالرحلة تأسيسية ويصير كل هالخير موجود زارني ذاك اليوم ممكن قبل 8 سنوات قلت الدكتور ترى اني حاط وبرقع على الشاشة حاط فيها اسماء المؤسسين كل يوم الصبح اصبح بالدعاء لكم لان انتوا سبب الخير اللي احنا فيه الحين فزبدة كل هاللي صاير ان الشيخ طايس لما كان صادق في خطبته من بين مئات الخطبة اثر ما اخذها ورقة ويقراها لا كان طالع من القلب ووصلها فالله استجاب ان واحدة من المتبرعات او واحدة من الحاضرات تسمع هالكلمة وتضرب في قلبها وتروح بيتها وتاخذ فلوسها كلها وقتها وتحطها بشيس ولا بخيش وتسلمها للشيخ طايس اي يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا انت بس انوي الخير لا تقول ما عندي فلوس انوي الخير والله يبلك الخير ابذل الجهد لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير الطير اش سوى قاعد بعشة وقال ان شاء الله بين الرزق من الله ساعة راح بطنة فاضي ورجع بطنة متروس بس في نية وفي ارادة والله سبحانه وتعالى يسوق لك الخير احمد تتنجي اللي دخل عليهم وقال ترى انا تونياي من هناك انا وفيصلهم قهوي تونياي من ملاوي الله يرحمه ابو سعود تونياي من ملاوي ابو سعود ما شارك بالجلسة هذه لكن روحتها الملاوي كان شريك فيها الخير اللي صار احمد تتنجي اللي غير بوصلتهم من باكستان سبحان الله الى ملاوي كلها الناس ترشركاء والله سبحانه وتعالى كريم 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 تدبير سبحانه يعطي ويدبر اي يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا بس خليصير هالقلب مملوه بالخير مملوه بالخير مو جدا من الناس وتصنع لا يكون صدق مع الله سبحانه وتعالى ان انا ابي الخير ودي اسوي الخير الله يسوق لك الخير لي مكانك التضحيات اللي قاموا فيها المؤسسين الارث اللي اخدت من والديك حملك لاسم الكبير هذا ما يخوفك شون تعمل معه والله يعني كثير من الناس تظن ان هذا هو تشريف وهو فعلا تكليف ما هو تشريف ولا شك انه توفيق من الله سبحانه وتعالى ان الله يعني يصطفيك لهذا الامر ويختبرك اتشكر ام تكفر الله يجعلنا من الشاكرين فأنا عشت من صغري من عمري سنة ونص سافرت اول سافرة الافريقية فكت ما اخذها على اساس انه وناسه نشوف فيل نشوف زرافة نشوف اسد نشوف غزال شواذي تهجم علينا بالشقة نرجع لشقتنا نشوف شواذي بايقة الموز وفاتحة الثلاجة مو فندق 5 ستار لا 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 ولا ووبي لا 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 كانت شواذي تهجم علينا وكنا الين حطينا عاد شبابيك يعني مسلحة وقوية حديد عشان ما تدخل شواذي بعدها يعني وقفت فكنا نعيش هالمتعة ان انا قاعد عيش شي ما هو موجود عند غيري يعني ربعي كان يسورفون احنا تقولنا يا اي من الدير الاوروبية الفلانية واحنا يا اي من الشاليهاتي الفلانية انا نقولهم ترى شفت اسد شفت شاذي وعندي صورة شاذي ناقز على رأسي ولا على ظهري ففي شي مختلف يعني فعشت هنا السالفة ونسة مع ان كان الله يكرنكم الاسهال هذا لازم المغص لازم الترجيع لازم بالرحلة في يعني الام طريج اللي 18 ساعة و16 ساعة وانا يقطوني بالصندوق الخلفي كان عندنا وانيت مو وانيت جيب الاندروفر اللي هو المربع القديم فمتعب انه تمشي 14 ساعة ولا 16 ساعة في هالجيب وطريج وعر منه كان عادة دكتور اللي يروحون يعني اخواني كلنا احنا في البداية كنا كلنا نروح الان خواتي تخلوا بالجامعة خلاص ما يقدرون يروحون يعني بالصيف ياخذون صيف بعدين اخوي صايب دخل ما قدر يروح بعدين بقين انا واختي سموية بعدين صرت هنا بروحي ان شاء الله اي لكن يعني معيشتي في هذه الأجواء ومعرفة الأثر اللي قاعد يصير هناك وايد أثر في عملية اختيار القراءة بعدين لما تدخل بالعمل المؤسسي انا دخلت في البداية كعضو مجلس إدارة طبعا في البداية وانا صغير اشتغلت بقسم حصر انا بار بي كبرك تكتور بس انا اهمني دائما يعني السنة على الأقل اي انا اتكلم يعني بنهاية الثمانينات انا موليد 84 عشان نكون صريح يضيوف تحسسون لا لا ما عندي شي يتفسس 89 92 93 الى 96 كنت اشتغل بقسم الحصالات اللي هو قسم الحصالات تينا الحصالة نقص الحصالة ونحطها بالفرازة اللي تفرز الخردة بعدين يمع المية في السبروح الخمسين في السبروح ونحطها بالجهاز يلف الفلوس ونسلم الفلوس هذه للبنك البنك يعطينا مقابلها النقدي يحطها بحساب الجمعية فكانوا يعطوني مكافأة ربع دينار اي على اليومية كنت اشتغل باليومية بعدها الى ان وصلت للجامعة كانت يعني الرحلات الصيفية دائما اروح لأفريقيا بالجامعة كنت اخذ ربعي وياي وروح ازور الوالد لما كان مهاجر في مدغش غره الوالدة كل مرة اخذ اثنين ثلاثة من ربعي ونروح نقعد عندهم شهر ثلاثة سابيع احيان نوزعها ما بين كينيا ومدغشغر كيف تم دكتورو هناك تقريبا ثلاثة سنوات ثلاثة سنوات ونص الى ان يعني اطردوه من هناك بس وقفك هنا دكتور شاللي صار مع الوالد ليش اطردوه صار في ضغط عليه لان كان نشاط الدعوي وايد قوي ودخلوا وايد ناس بالاسلام فشافوا ان الامر ملفت شوي فتعاملوا مع الموقف شوي بحساسية وقالوا لانت غير مرغوب فيك يعني بس بس بعد اربع سنوات خمس سنوات ترجعوا ليعتذرون تغيرت الحكومة الى الحكومة الثانية فرجع فهذا التدرج اللي صار الى ان تخرجت من الجامعة الوالد وقته طلع عشان يأسس مركز دراسات العمل الخيري فطلع مجلس إدارة وصار في رغم مجلس إدارة اني انا يدخل مكانه دخلت كعضو مجلس إدارة وقته كان عمري ثلاثة عشرين سنة تقريبا أو اربع عشرين سنة فاخذت وايد خبرة من الموجودين كلهم رجالات على مستوى عالي سواء اقتصادي أو خيري أو سياسي أو غيره وزراء سابقين وكلا وزراء نأب مدير صندوق البنك الإسلامي للتنمية الأمان العامة الأوقاف كان أمينها مدير بيت الزكاة الصندوق الكويت يعني في شخصيات لها وزنها وخبراتها اللي استفت منها فائدة جدا كبيرة خلال هذه الفترة بحكم اني طبيب بيطري فقالوا لي عبدالله أمسك القطاع الصحي فأنت أخبر منه بالأمور الصحية فمسكت القطاع الصحي وأنا مجلس الإدارة واشتغلنا في عدة مشاريع كثيرة وكنت أشوف أثرها يعني بصورة كبيرة وبعدين في 2012 صار القرار أنه صار في شاغر لمنصب المدير العام فتم اختيار أن أكون أنا المدير العام الجمعية اللي أحب أقول أنه خلال المرحلة هذه أنا قاعد أشوف الأثر اللي قاعد يصير من خلال هذه الجمعية أن الدينار اللي ينفق شا قاعد يسوي هناك فكانت فترة أول ما مسكت إدارة الجمعية وبيتني الموازنة كنت أشوف كم عدد الآبار اللي تحفر كم عدد المساجد اللي تبنى كم عدد الطلبة اللي يكفرون الأيتام اللي يكفرون كم حجم الميزانية وبالنهاية من مثلك يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى يسخر لك أنك تكون على مخدتك وفي بير قاعد يحفر ومتنايم في عملية عيون قاعد واحد يبصر وانت قاعد فيها القاعدة وحاضر ريل على ريل انت قاعد تغدى مع أهلك وهناك في عدد قاعد يمشي بالمقابل هو ترى مو بس شي ممتع أو شي زين أنت داخل في مخاطرة عالية أهل الاستثمار يقولون هاي ريسك أنا داخل في هاي ريسك من أي ناحية أما يرفعك فردوس الأعلى ولا يهفضك كذا ما قمت بالأمانة إلى أسفل سافلين وهي خطيرة جدا وهذه يعني رسالة لي وكل واحد عامل بالعمل الخيري ترى الموضوع مو عملية شغف تطوع وانه هبت عمل خيري وانه أنا بيسوي خير لا تراك مسائل مسائل عن كل دينار مسائل عن كل فلس مسائل عن كل يتيم مكفول انطق ولا ما أخذ كفالته ولا مرض ولا علشته لأن أنت نقلت مسؤوليته لك فلا بد أنك تقوم بحقه مسؤول عن كل شقة أو كل بيت أو كل مسجد يبنى ثم يهجر لأنك ما سويت دراستك بصورة سليمة مسؤول عن كل مشروع تسوي قد يضر أكثر مما ينفع وراح أقول لك إن شاء الله يعني شنو الدروس اللي احنا أخذناها من يعني هل 42 سنة ترى مو ملائكة ولا مجتمع ملائكي مرينا بحالات فشل مرينا بحالات خطأ ومرينا وتعلمنا من الخطأ وتقومنا وصححنا وكل مالنا ونحسن وكل يوم عندنا فرصة تحسين اللي أحب أقول أن المسؤولية وايد كبيرة ما هي سهلة فأنا ما أخذها من جانبين جانب حجم الأثر اللي قاعد يصير من خلال هذه المؤسسة وكثير ما يجيني الشيطان أن عبد الله خلاص أترك وارتاح عبد الله أترك وارتاح لكن لما تشوف الأثر يردك يردك كوايد الشيء الثاني أنه باب بر أن يستمر اسم عبد الرحمن اسمه رحمة الله عليه والناس تدعي لأن الله رحمه الله والديك الله يرحم عبد الرحمن اسمه الله يرحمك فالواحد يقاتل عشان رضى الله عز وجل عشان بر الوالد اللي بر فينا انخلانا في هذه المكانة بين المجتمع هو سواها لله عز وجل ما نواها أنه تكون لنا لكن احنا قاعد نذوق هذا الشرف اللي قاعد يصير لنا بالمقابل هذا الشرف هو تكليف عالي ترى أنا توقفت عن تويتر توقفت عن استجرام توقفت عن أي سوشيال ميديا بسبب أني شائل هالاسم وفي خطورة جدا عالية مع أني أحب شارك أحيانا أتحمس لكن من نهاية في خطورة على اسم العون الباشر اللي ينتشاي لو في خطورة على اسم عبد الرحمن السميطر اللي ينتشاي رح ترديت أنت ابن دكتور صحي الناس تواخذك على الحركة وعلكلمة وتصرف ابتسامة كل شي محسوب أنا أحيانا أسألك على المسؤولية ما قاعدة تخيل لا لا كل شي محسوب عليك اسم المرحوم دكتور عبد الرحمن مسؤوليتها أكبر داخل الكويت أو الأفريقية كل مكان كل مكان يعني أنت ما تتخيل لمدخل من الكويت للسعودية أمر على ست نقاط ما بين جوازات وجمرك وتفتيش وجوازات وجمرك وتفتيش أحيانا ستتهم تولد الشيخ الله رحمه الشيخ وأحيانا ثلاثة ثنين بس يعني ما تمر تشديد نقاط مغير معه فهي مسؤولية والناس كلها قاعد طالك بس دكتور موضوع مدغشكر واللي صار مع الوالد شدني حق شغلة علاقتكم مع الحكومة ما كثير مهمة في عملكم بأفريقيا طريقة الجمعية لما تدخل في أي دولة من الدول أول ما تبدأ تضق الباب على الحكومة جايكم جمعية كويتية عندها عمل دولي وتفتح نشاط وهذه أنشطتنا نريد نوقع اتفاقية فتح مكتب فنوقع معهم فتح مكتب بعدين نقولهم عطونا استراتيجياتكم وإحنا نطلع استراتيجيتنا وندرسها ونقولهم تراحنا شراكاءكم في التعليم فنوقع شراكة مع وزارة التعليم عندنا أنشطة مياه وآبار فإحنا نوقع مع وزارة المياه عندنا يخص الطفل والمرأة فنوقع مع وزارة المرأة والطفل فيصن عندنا توقع اتفاقية مع خمس وزارات ونشعرهم أننا يايين نشارككم في تحقيق استراتيجيتكم إحنا مو يايين عندنا أجندة خفية والإحنا يايين كذا وهذا الواقع فلما نوقع معهم يصير كل وزير يفرح فيك لأن أنت سبب في نجاحه أمام الشعب وأمام رئاسة الحكومة أنت مولت أنا ما أمول أنا أنفذ فأنت تقول لي وين احتياجك في الآبار وين مناطق اللي أنا مستهدفة وإنت مستهدفة ترى أنا أشيل عنك موضوع الآبار بس ما يتم تسليمهم فلوس لا 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 إحنا اسمنا العون المباشر نقدم المساعدة للمستفيد النهائي مباشرة كمشروع وليس كنقد فالجمعية في تاريخها ما تسلم نقد كمساعدة وإنما تسلمها كخدمة تنموية مباشرة بس ما يصعب مهمتكم مع الحكومات في بعض الحكومات في بعض الحكومات تبيه النقد وحيانا توقف مشاريعك أما تعطيني النقد ما تمشي علي أولوياتك أقول لأبد بالعكس أنا ما مشي عليك أولوياتي ولا شيء قول لي شلي من أهدافي وستراتيجيتي ما يناسبك أنا اليوم أحذفه لكن خلنا مش عالم متوافقين فيه وصارت لنا مواقف كثير عن التضييقات اللي تصير أنتو يأيين بأجندة أنتو يأيين بتدخل وأنتو ما تمشيون وفق أهدافنا واحد منهم يعني زارني بالكويت وتناقش معي بهالطريقة فقلت لأبد هذه أهدافنا ونعطيك شي المناطق اللي نشتغل فيها وشي المشاريع اللي نسويها تبي تسكر جزء منها ونكمل بالباجئ أنا ما عندي مشكلة لكن لما تقول لي عطني وأنا نفذ أو تمشيني وفق أولوياتك أنت وهي مخالفة الأولوياتي وأولويات المتبرع أقولك أنا أسكر المكتب وانتقلي مكان ثاني ترى أنا مخسران شي المتبرع موجود والمستفيد موجود في دولة ثانية اللي راح يخسر هو الفقير اللي موجود عندك في دولتك لكن بالنهاية ما راح اشتغله بشي أنت ما تحبه أو ما تبيني اشتغله أنا راح سكرة مباشرة من تقول لي سكرة فهذه سياسة التعامل بيننا وبينهم ونحن نعمل إياهم بشفافية وبتواصل فعال بيننا وبينهم مع ذلك الأمر ما هو سمنع العسل لما يتي وقت الانتخابات تعال سووا الآبار في منطقتي عشان نفوز بالانتخابات لا أغير ود هناك لا أسوك شذي فيحاولون يسيسون العمل الخيري والحمد لله نحن يعني فهمين معاهم هالشغلة وحازمين بهالشي يعني توصل لحيانا نحن مستعدين نوقف شهر عن شغلنا في سبيلنا ما نحسب على حزب معين في الدولة ولا على مسؤول سياسي معين في الدولة فحنا نتعامل مع الحكومة كصفات وليس كأشخاص حتى لو اللي فاز بالحكومة أو وزراء كانوا من عيال العون صارت صارت وايد وايد تصير لما يوصل للمنصب السياسي أهني أقطع علاقتي ويا تماما باستثناء صفته وليس كشخصه فهذا صار وزير التعليم أنا أستمر معه مثل ما كان وزير التعليم اللي قبله واللي راح يصير بعده دكتور من اللي تطلقون عليهم اسم عيال العون أي تام العون اللي احنا رعيناهم من ست سنوات إلى أن تخرجوا من الثنوية إلى أن تخرجوا من الجامعة أو طلبة العون اللي هم درسوا في مدارس العون وكفرتهم العون كطلبة وكفرتهم بالباكولاريوس الماجستير والدكتورة وهذا امثلتها كثيرة الحمد لله دكتورة تمساء ذكرت مؤتمر النصارى والهدف اللي كان عندهم سنة الفين في أي علاقة بينكم وبينهم علاقة ودية تضييق من صوبهم على الدعاة المسلمين حاصل يعني مثل موقف اللي صار للوالد يعني هذه أحد نتائج بس ليه اليوم ما نشطين في أفريقيا ما هم نفس قبل الحس الإيماني عندهم على مستوى العالم يعني قل بصورة كبيرة يعني قبل كان عندهم الدافع الديني والعقدي كبير الآن الدافع مادي يعني في كثير من شلون بالعمل الخيري أو التبشير يعني الآن أصبح في مميزات للي يفرغ نفسه ستة شهور في العمل التبشيري مميزات أنه لما يخلص ستة شهور يروح يعطونا شهر بجزر الهاواي ويصير عنده شهادة يكون لها أولوية بالتوظيف ويكون لها مكافأة يكون لها كذا ما هو كلهم بالطريقة هذه لكن في ممارسات قاعد تصير بالطريقة هذه يعني أذكر المرة رحنا المنطقة اسمها قبر دهر اسمها يخر ما هو دكتور قبر دهر هذه تبعد عن هذه سبابة تقريبا عشرين ساعة بالسيارة أو بالطيارة تروح لها ما فيها مطار المطار عبارة أو ما فيها مهبط حقيقي هو مهبط صحراوي الغرفة عبارة عن غرفتين جينكو قادمون للمغادرون تقعد على مرابيع خشب يفتشونك تفتيش يدوي فنيلتك يطلع مواد النظافة ما تكحطها على يدك وفركها شمها جداعي جدا جدا فقعدنا نسوي مخيم عيون هناك لأن منطقة جدا مهملة تسمع الرمي بالليل ما تسمع صوت الأذان مع أنها 99% مسلمين تسمع صوت الكنيسة جرسها قعدنا هناك إلى ثالث يوم مخيم العيون واحد من الوفد اللي يريد قال لي جمعانا يعتم ما أصبر على أكلكم معلبات أبي لحم لحم فقالنا هذا سوق جدام نروح يشتر فشرة تيس وراح المكان سكننا وبدأ يذبح ويصلخ دخلنا هو قعد يصلخ قطعناه إياه وبنسوي لنا حفلة باربكيوها فقالوا لنا جيرانكم مؤسسة فرنسية طقوا عليهم خليونوا إياكم طقين عليهم يا أنا شايب فرنسي 65 عمره شويلة دخلت وراء بنت هولندية لكن بال27 28 عمره قال لنا عندنا حفلة باربكيو ويو على طولها نشوي ونقدم لهم بدأنا نسولف وياهم فسألنا البنت كم صار لت هنا قالت صار لي 6 شهور احنا كملنا ثلاثة أيام وضامنين الجنة يعني خلاص احنا بندخل الجنة لأننا قاعد نضحي تضحيات من نسواها من نطبها الأرض مثلنا وهذه البنت تقول لنا صار لي 6 شهور شكثر باقي لت شك باقي لها 6 شهور وقعد هنا قالت بس كل شهر أنزل أدي سبابة أخذ احتياجاتي وأرجع شنو نشاطت قالت والله health care policy يعني health care management شلون بس أعلم المرأة شلون تردع طفلها شلون تنظف طفلها شلون تحافظ على صحة طفلها بس بس بعدين بحثنا شفنا الأمر لا يعني الموضوع فعلا فيه تضحية عندهم لكن بالمقابل فيه مميزات وفيه أهداف هم قاعد يسوونها فهذه الطالبة باحثة ماجستير فيجمعون عشر طالبة 12 طالبة يجزونهم حق المكان يبحثون في العادات الاجتماعية العادات الدينية في جانب أكاديمي بحث جانب أكاديمي يجهزون الملفات هذه حتى أن يقدمونها للجهات اللي راح تروح تبشر فيها الدول فيكونوا نجهزونهم كل الأمور هذه بس شي فعال هذا تكتور صح أن تروح وتيمع بيانات عن المكان اللي أنت بتروح وتدعيهم لدين الإسلام فرضا هذا فعال وليس نحن نشتغل كمؤسسات خيرية من الدول الإسلامية لكن بالمقابل لها مكافآت هذه لها مكافآت عالية مقابل نشاطة اللي تسوي ولها مميزات غير عن اللي ما شاركوا فيها أمام التوظيف وأمام حتى الترقي في الوظيفة مع ذلك أنا أعتبرتها ضحية حتى لو كان لها مقابل يعني من من ربعنا تعطي أربعة آلاف دينار تقول لها روح عيشة هناك بقبر دهر أنت ما عندك حتى بقالة ولا سوبر ماركت مستعد أنت ومرأة بعد مستعد خير فيكم إن شاء الله أنتم تسدون عننا إن شاء الله لا إحنا أسبوع حتى أقول لكم ما نوصل مثل الله مستعان بس يختلف جغرافيا يعني اليوم تكلم على شرق أفريقيا غرب أفريقيا تجاوبهم مع الدعوة الإسلامية يفرق فرق السمع للأرض يعني اللي حاصل ولا تقدر تقيمها تقول لها دول نصرانية وهذه دول إسلامية ولها دول علمانية يعني كل واحدة مرتبطة بسياسة الدولة ثقافة المجتمع بيئتهم يعني بعض الدول مع أنها دول إسلامية لكن تصعب علينا العمل تخلينا نفكر أن نطلع من الدولة وبعض الدول علمانية أو نصرانية تقدمنا تسهيلات اطمعنا أن نستثمر خمسة ضعاف المبلغ في العمل الخيري يعني ننفق خمسة ضعاف اللي أنفقنا بالدولة ديش بسبب المضايقات اللي هناك والتسهيلات اللي هناك يعني أضرب مثل دائم أضربه في بنين بنين معضيتنا الصفة نفس الصفة الدبلوماسية سياراتنا أرقام خاصة موظفيننا كروتهم خاصة بضاقاتهم خاصة معفاء جمركي أحيانا جماركنا توصل إلى ثمانمية ومليون دولار ثمانمية ألف ومليون دولار معفاء كامل هذه طمعنا أن نشتغل بالدولة بأرياحية بالرئيس الدولة نفسه يقول أنا بيسوي شراكة وإياكم أنا عندي مؤسستي الخيرية وبكم أنتو تكونوا المنفذين الدولة تتبرع لنا بألف مضخذ للآبار تقول هذا احنا نثق فيكم كجمعية عم لأن أنتم مشاركين بالتنمية ودائما نظرتهم لنا العاقلين فيهم اللي ما هم يعني اللي يفصل بين العمل السياسي والعمل التنمى والعمل الخيري هذا يقول أنا أعرف أنتو ما تفرقون بين المسلم وغير المسلم وهذه التقارير عندي عنكم من أجهزة الاستخبارات أن أنتم في خدماتكم ما تفرقون بين المسلم وغير المسلم وأن أنتم ما تبتزون غير المسلمين أنكم تعطونهم مساعدات مقابل أنهم يغيرون دينهم وأن أنتم موجودين بالأرض أنتم مو إذا صارت مشكلة طلعتوا من الدولة أنتم عندكم أصول عندكم أراضي عندكم مراكز عندكم حتى مقركم ملك ما هو تأجير هذه نقطة مهمة دكتور شون تبني أصول شون كلك جذور بالدولة اللي أنت فيها أنت عندك موظفين دائمين عندك هالأصول الأراضي تسجل باسم كنت كعون مباشر ما تسجل باسم جمعيات محلية ولا باسم أفراد فيتسجل باسم كنت والبناء يكون وفق مواصفات الدولة وفق معايير الدولة وبالنهاية أنت قعد تقدم خدمة شاملة ما هي خدمة وحدة أنت قعد تقدم الصحة والتعليم والمياه الفطار الصايم الأضاحي التوعية كل هالمشاريع أنت قعد تقدمها على قطر 150 كيلو حول المركز هذا اللي أنت بنيته اللي هو مركز التعليمي التنموي الشامل فعندك قاعدة شعبية متنوعة أنت اللي خدمتها هي اللي عندها ولاء لك وعندها ولاء لنشاطك وفعلا حست بأثر نشاطك وحيانا القساوس هم اللي يدافعون عنك يعني مو بس المسلمين أحيانا قسيس يعطيك أرض يهبها لك عشان تبني مشروعك الدافع باعتقادك الدافع هو قاعد يشوف أن نشاطنا مؤثر بالناس مؤثر تأثير إيجابي ويشوف القيم اللي موجودة عندنا اللي هم وفقدوها يقول أتمنى يعني أذكر قسيس فرنسي خريجي سوربون ما أخذ بي أج دي من هناك يقول أتمنى أنكم أنتم تحكمون فرنسا لأن لأن عندكم قيم ومبادئ هي اللي إحنا نؤمن فيها وضاعت الآن فهم بالعكس يعني يشوفون البديل الأنسب لخدمة هؤلاء بسبب القيم الموجودة اللي نقدمها وكذلك جودة الخدمة نفسها اللي تقدم وهذا مفهوم يعني أنا دائم يعني أراجع نفسي فيه وأكلم فيه أخواني وربعي على موضوع أن القضية مو بس أنك تحفر بير وتمشي ولا تقدم في طارسة القضية عندنا قيمة عالية هي قيمة العالم مباشر قيمة الإحسان الإحسان أتكلم عنه بأعلى مفاهيم وأعلى درجاته عندنا في حديث جبريل عليه السلام أن ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان لما وصل الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك شنو تفهمنا بينك وبين نفسك الموضوع بينك وبين نفسك بعض الناس يقولون أن أستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى فأحاولني أشتغل بإتقان أشتغل بإحسان هي القضية مو بس تشتغل بإتقان ولا تشتغل بإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إلا أن تكن تراه فإنه يراك أن تستشعر حضور الله سبحانه وتعالى معاك في كل نواياك وفي كل أعمالك في كل نظراتك في كل قراراتك فلما تستشعر هذا الشي أنت تشوف وين محبوبات الله سبحانه وتعالى تحاول أن تتأديها وفق أعلى ما يمكن أن أكسب الله سبحانه وتعالى وأكسب محبته فأنت تبذل أحسن ما عندك وأحسن ما عندك يعني ما تقول أنا وصلت خلاص درجة الإحسان ولا وصلت درجة الإتقان لا كل ما وصلت المرحلة ترى في مرحلة أعلى منها إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى هذا بالمفهوم المؤسس يسمونه شنو التحسين المستمر التحسين المستمر أنا دوافعي فيه مو أني سر عندي ممارسات مثلة أو بست براكتس أو غيرها أنا عندي أنه لابد أن كل يوم يكون أحسن من اليوم اللي قابله في يومي أحسن من أمسي وغدي أحسن من يومي بس دكتور فيه استراتيجية تمشون عليها ولا الموضوع أنا شنون أبني أكبر عدد من الآبار شنون أبني أكبر أكبر عدد من المدارس شفت أكبر عدد هذه هذه ما هي موجودة غلط أني أقول أكبر عدد أنا شلون أقدم الخدمة الأفضل لها المستفيد وحقق فيها الإحسان كنا إلى قبل أربع سنوات أو خمس سنوات نحفر الآبار السطحية بمعنى شنون الآبار السطحية البير السطحي هو أنك تحفر بير يصل إلى درجة المياه اللي تحت سطح التربة فوق الطبقة الصخرية وهذه عادة تنتكاليف يعني من خمسين دينار بالهند وبنقلادش إلى خمسمائة دينار بأفريقيا وكان عليه رغب كثير الممتبرعين أبي بير سطحي لأنه يكون قادر أنه يغطي الخمسمائة دينار أو سبعمائة دينار لكن من شفنا أبحاث واقعية وميدانية تقول أن البير السطحي سبب في الضرر للمستفيد هو مصدر للكوليرا مصدر للملاريا مصدر للديدان الشريطية لأنه قريب من سطح التربة وهناك ما في بنية تحتية صحية فتنزل التلوث البشري إلى والحيوان الله يكرمكم إلى مسار البير السطحي فيدخل في البير ويرجعون الناس يشربهم فأنت الدورة هذه أنت قاعد تتسبب في الضرر للمستفيد بعدينما أقول كبير سطحي وعمره الافتراضي ثلاث سنوات أو خمس سنوات هل المتبرع عنده خبر بالشيء هذا؟ طيب إذا عنده خبر هل هو المناسب؟ وهذه خلينا نفكر أنه وين أحط الدينار اللي يعود لي بأعظم أثر القضية مو لوحة باسم عبدالله سميد لوحة مشروع القضية أن اللوحة هذه تبقى لك إلى يوم القيامة أنك لما تيتقابل الله عز وجل يقولك ترى هذا بيرك ترى خمسة وعشرين ثلاثين أربعين سنة وهو ينفع الناس وترى ما نفع ميتين واحد نفع الفين واحد نفع خمسة الاف واحد نفع عشر تالاف واحد فلما شفنا أنه يسبب ضرر للمستفيد اللي بنفس الوقت قد يكون ضرر للمتبرع فأنا قررت في ذاك الوقت أنه أتوقف عن حفر الآبارة السطحية مع أني متوقع أني أخسر كثير من المتبرعين اللي عندهم قدر أن يتعون للبير هذا وقد يتوجهون لجمعيات ثانية لكن بالنهاية أنا يعني رسالتي وغايةي أنه رايح عشان أخدم المستفيد مو موجود عشان أخدم المتبرع صح مع أني عندي خدمة المتبرع أني أوصل فلوسها للمستفيد لكن هذاك هو التوجيه الأساسي أنا وجدت لخدمتهم ولتحقيق آيتي معهم فمثل البير السطحي مثل كفالة اليتيم النقدية وكفالة اليتيم اللي هي الخدمة الشاملة كفالة اليتيم النقدية قد تكون ناجحة في الدول العربية مع متابعة بالإشراف كذا الحين لما أقولك كفالة عندي 16 دينار وأخذ منك 16 واخصم مصروفي الإداري وأروح أوصل مثلا 15 دينار لليتيم أو والدة اليتيم أو عمل اليتيم هل تتوقع أن هذه الأم اللي عندها أربع عيال وأنا معطي 15 دينار تصرف على يتيم وبروحه ولا تصرف على الأسرة بالكامل ممكن حتى خوالة وعمامة يشاركون في 15 دينار فأنت فعليا ما كفلت يتيم كفلت أسرة ما طلعت هل عطيت هل يتيم قيمة 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 أقصد قيمة مضافة هل علمت هل ربيته ولقطيت على المجتمع اللي هو فيه وعادة المجتمعات فقيرة وجاهلة يصعب أن تربي هذا اليتيم بالمقابل آخذ اليتيم هذا وحطه عندي في المركز من عمر 6 سنوات إلى 18 سنة عنده مشرف أيتام عنده منظفة عنده طباخة عنده تعليم جيد تغذية جيدة لبس جيد أنا حول هذا اليتيم من إنسان في وسط الغابة إلى أن يكون طبيب وزير سفير مهندس معلم ضابط كبير هذه النقلة الكبيرة اللي تصير ما هي سهلة فيها إنشاءات فيها موظفين فيها سلوكيات سيئة متحاول أضرب لك مثال أسمح لي أخذ راحتي فيها الوصف تصير عندنا حالات وهي ما هي كل الحالات لكن أضرب لك أسوأ لأمثلة وفي أحسن منها بكثير إيك يتيم ما عمره استخدم دورة المياه ولا عمره نام على مخدة ولا عمره لبس جوتي هذا لبس الجوتي خلال السبوع يضيع الجوتي ثلاثة أربع مرات بسبب أن ما هو متعود هو متعود أنه يلبسه هذا ما عمره نام على فراش فالمتنوم على فراش هو مفارق معه فراش ولا أرض فتلقى على السيراميك بالليل هذا اليتيم اللي ما عمره استخدم الحمام تقول له هذا الحمام ونتعلمه شون يسوي الحمام يروح يسويه خارج الحمام بل تصل فيهم بعضهم أنه على الفراش نفسه وعادي يحطه تحت المخد ويكمل نومته فأنت شلون تنقل هذا الإنسان اللي بالثقافة اللي شرحت لك إياها إلى أنه يكون بعد فترة أستاذ دكتور في الجامعة ولا طبيب ولا معلم ولا فهذه مرحلة بناء جدا صعبة ما هي سهلة وكبيرة هذا اليتيم نفسه بالإجازات لما يرجع لقريته وهو قاعد يأثر بقريته بالسلوكيات اللي أخذها داخل مركزك بل حتى شرح العبادات لهم يعلمهم الصلاة يعلمهم الوضو يعلمهم السلوكيات الإسلامية يعلمهم على افتراض أن شخص هذا أسلم أو بناخذ بالأساس هو مسلم احنا عندنا الأيتام لما ندخل عندنا في مراكزنا ما نشرط شرط حازم أنه يكون مسلم بش تقصد بحازم حازم يعني أنه يا مسلم يا ما نقبلك لا نقبل أحيانا بل كثير كنا نقبل أنه يكون يتيم غير مسلم بتعويذ تلوثنية بصليب اللي معلقة ولا أجبره أنه يغير دينه في البيئة اللي موجودة في المركز وهو يتأثر بلاي تام السنة الأولى يمكن ما يسلم السنة الثانية السنة الثالثة من نفسه أنا ما شيلها منه أمه وابوه يدرون ولا غصبناهم ولا شي بس هم شافوا سلوكياته أثناء الإجازة مختلف عن سلوكيات أخوانا عن سلوكيات عيال عمة بس ليش تقولها دكتور تلوث مسلمين يعتقد سؤاله الدكتور بأن الناس تحسس من هذا الموضوع أن أنا دافع بتبرع حق شخص مسلم فما أبي فرض أن يروح ولو جز من هذا الدينار لشخص غير مسلم رسالتنا مواضحة من البداية من أيام الوالد رحمة الله عليه والشيخ طاي صلى الله يحفظه كنا نتكلم أننا نقدم خدمات للمسلم وغير المسلم وهذه ترى مو بدعة من عندنا أو ابتدعناها هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم في كل كبد الرطبة حية أجر والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق من بيت المال على المسلم وغير المسلم يتألف قلوبهم من يدخلهم في الإسلام فأنا ما خرجت عن ما في محذور شرعي أنا طلعت فيه في هالأمر والنبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة اليهودي أنكروا عليه الصحابة إنها جنازة يهودي قال أليست نفس فحينا نتعامل مع النفس البشرية ولا نجبرهم أبداً أنا أقدم له الخدمة وأتمنى لأنه يدخل في الإسلام وإذا شفت فيه رغبة من أنه يسمع أعطيه أدزز الداعية ويتكلموا إياه لكن بالأساس أنا أقدم له الخدمة بسمتي بثيابي بغترتي بطاقيتي وبكلمتي الطيبة وبتذكير سبب هذا المشروع إحنا ليش نسوي هذا المشاريع وشنو دوافعنا لا يصير فيه شك منهم ليش هالناس قاعد يخدموا لهالخدمات فيه فيه لأن ترى الناس هناك ما هم بالجهل اللي هو كوب فاضي بس تعالوا عبه لا ترى قاعد يقارنونهم يقارنون بينك وبين غيرك يعني كل واحد قاعد يدعوه باسم الفكر اللي يحمله أو العقيدة اللي يحمله فهم قاعد يقارنون فيه ناس يعني الغالب من اللي قاعد يدعون أو يبشرون يدعو بمقابل بيشترطون يعني لما أقول لك أعطيك يا محمد كفالة أنك تدخل أكبر جامعات لكن شرط غير اسم كأنه محمد إلى جون أو جاك وفي ناس من ربعنا كذلك يمارسون هذا الشي أن أسلم وأعطيك أحفر لك كبير أسلم وكذا والله أعطيك حلاوة أقول لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وشفنا الممارسات موجودة لكن بالنهاية عندك خط واضح من محمد صلى الله عليه وسلم أنه شنون طريقة دعوتك وهل تجبر الناس ولا ما تجبرهم وهل عملية الابتزاز هل هي من ديننا ولا ما هي من ديننا ولا أنك تدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة أنك تقدم الخدمة للإنسان لأن إنسان هذه وائد تفرق في عملية وأنا أعتقد أن أكثر من تسعين بالمئة من اللي تدخلوا بالإسلام تدخلوا بالمعاملة ما هو ما هو بالإجبار بس تكتور يصير في تنافس يمكن هذه المفردة اللي تحضرني الحين بين جمعيات خيرية إسلامية إسلامية مذهب ضد مذهب ثاني عقيدة على عقيدة مختلفة موجودة موجودة بأي شكل تصير بشكل إن أنا أدعو لعقيدتي وإنت تدعو لعقيدتك تستهدفون قرية واحدة والقرية هذه تقول أنا ما أدري من الصح أنت ولا إحنا فإحنا الأصل إنما ندخل في صدام مع أي جهة مخالفة إحنا ندعو باللي نؤمن فيه وطريقتنا بالدعوة واضحة والله سبحانه وتعالى يعني هو اللي يوفق لكن كصراعات موجودة في الميدان موجودة لكن ما توصل لدرجة العصى والسيف يعني بينها أنت قاعد تشتغل في دول فيها حكومات الحكومات تستمع للطرفين أو للثلاث أطراف أو للأربع أطراف لكن بينها تشوف من اللي قاعد يخدمها يعني بينها هي مصالح فإذا شافتك أنت فعلا وجودك حقيقي وقاعد تخدم مصالحهم أنت مو ياي هدفك بس أن كم عدد اللي يدخلون في الإسلام أنت ياي تخدم الناس بغض النظر عن ديانتهم فهذا وايد يعني يعطيك شفاع عند الحكومات اللي هناك أن أنت يعني شريك لي ما قدر أضحي فيك بسهولة معنى صارت أن احنا ترى وصلنا فترة من فترات إلى أربعين دولة والآن في ثلاثين دولة بعضها كانت بسبب تضييق الحكومات بعضها كانت بسبب الفساد الاقتصادي الفساد السياسي فالآن نحن بثلاثين دولة واحد ثلاثين دولة دكتور أنا بكلمك كمدير عام يعني تخيلني كأني جمعية عمومية بس كانت المرحلة الأولى مركزة على جانب كيف أنقل المسلمين من الجهل المدقع هو يسمونه الفقر المدقع أنا يقول الجهل المدقع لأنه وصل مرحلة من الجهل لأنه ما يعرف حتى يفك الحروف ولا يفك الأرقام فينقله إلى مرحلة ما بعد الأمية أو أفضل من الأمية ما هو الأمية فأنقله إلى أن يفك الحرف ويفك الأرقام وهذه كانت مرحلة ابتدائية جيدة والقصد منه أنه أكبر عدد من المسلمين أنقلهم أنه يقدرون يقرون ويكتبون وكان فيه جزء قليل مصروف على الناس اللي تكمل دراستها وأتخير النخب أني أرفعهم هذا الكلام إلى عام 2007 تقريبا 2007 الوالد رحمة الله عليه شاف أن الأمر توسع كبير كمدارس وإدارة المدارس محتاجة احترافية هي مو بس إدارة محتاجة إدارة احترافية وخبرة فسلم الملف للدكتور عبد الرحمن المحيلان الله يحفظ اللي هو رئيس مجلس إدارة عندنا الآن وهو يعني أستاذ في التعليم كمدير للتطبيقي كمؤسس لأول جامعة خاصة كوزير سابق كعميد كلية تطبيق المساعد فكل هالأمور ساعدت أن الدكتور المحيلان يكون مرشح أن يمسك تطوير التعليم في الجمعية فمسكوا ثلاث مدارس وقالوا إحنا الآن نبي ننتقل من قضية بس مدرسة وكم عدد الطلبة اللي يدرسون فيها إلى أن نشوف كم عدد الطلبة اللي يتحقون بالجامعات من هذه المدرسة تتخيل أن في بعض مدارسنا كانت عشرة بالمية من الخريجين مؤهلين اللي يتحقون بالجامعة البقية أما تعليم فني ومهني أو يرجع مرة ثانية أن يدور لشغل بالشارع وهذا الأمر ترى ما كان معيب في أفريقيا بالعكس بعض مدارسنا مع هذه النسبة نعتبر إحنا الأولى على العشرة بالمية اللي كنت حققون أي لأنهم شنو نسبتهم هناك؟ كم نسبة الطلبة الناجحين مو اللي يجابوا A أو B أو المؤهلين للجامعات كم عدد اللي ينجحوا؟ فهذه النسبة اللي بيشوفها بأفريقي يعتبر نفسه أنه حقق الإتقان لكن مو لإحسانها أنه خلاص هو أحسن واحد وأول واحد لكن المسألة مو أنت أول واحد شنو ممكن تسوي أحسن من الشيء اللي أنت سويته؟ فحطوا استراتيجينا خلال خمس سنوات ننقل المدارس اللي صارت عليها التجربة من عشرة بالمية إلى تسعين بالمية وشنو نخلي هذه المدارس تسير نفسها ذاتيا تسير نفسها ذاتيا يعني الرسوم اللي يدفعونها الطلبة تغطي مصاريف المدرسة بحيث أن هذه المدرسة ما تعتمد على الكويت ولا على الخليج ولا على الدول المانحة تعتمد على نفسها لو انقطعت التبرعات أو قلت هذه المدرسة ما تتوقف وإحنا نقرسنا بالغزو ونقرسنا بـ 11 سبتمبر ونقرسنا بالركود الاقتصادي اللي صار في 2008-2009 فما يصير نستمر ننقرس ونشوف الجمعيات الخيرية اللي أغلقت كيف مشاريعها تسبلت وبعضها أوقف وبعضها تحول إلى محلات وبعضها تحول فشون نخليهم يستمرون بأنفسهم خلال الخمس سنوات في عام 2015 تقريبا بدت هذه الخطة 2010-2011-2015-2016 حققت الصفرية اللي هي الإرادات تساوي المصروفات إن شاء الله وفي 2016 تقريبا 95% من الطلبة مؤهلين دخول الجامعة إن شاء الله فبدأنا الحين الأمر ننشر هذه التجربة على جميع مدارسنا بحيث أن نحقق جودة المخرجات في مشاريعنا نفس الشيء مشروع الدينار على الجمعيات الخيرية اللي تعطيها أنت الدينار تخصم مصروفها الإداري اللي هي تحتاجه وبعدها تصرف على المستفيد فإن تفترض أنه مثلا من الدينار 900 فلس وصلت للمستفيد أنا أفكر شون دينار أخلي دينار ونصر المتبرع يوصل للمستفيد دينار ونصر قل شلون شلون قح فاكي سؤالك صعب شوية بس قل شم وصلت دينار نصر في عدة طرق وفي مدارس حديثة قاعدت تشتغل بالشيء هذا وإحنا من الناس اللي تبنينا هذا الشي مشروع القروض الحسنة الآن بدل ما أعطي المستفيد سلة غذائية للمدة ثلاث شهور والسلة مثلا تكلف 50 دينار أكون شم عطيتها 150 دينار بينما الفكرة المشروع القروض الحسنة أو القروض المتناهية الصغر أني أعطيها 150 دينار كقرض حسن وقول لها اختاري من 36 أو من 40 مشروع شو المشروع اللي أنت فالحة فيه أو شو المشروع عندك أنا أدعمك فيه بحيث أن أرفع مستوى نجاحك وعطيك دورة في إدارة المشاريع وعطيك دورة في إدارة المال هذا المايكرو فاينانسيق مايكرو فاينانسيق وخلي معاك مدربة وموجهة بصورة شهرية تاخذ منك الفلوس وتدربت وتتابعت مدة سنة في هالمشروع أنا خليت دينارك سنويا يصرف دينار و600 فلس اللي هي دوران المال نفسه فأنا وصلت معاك إلى مرحلة أن إلى خمس سنوات أنا يكون دينارك يمكنني يوصل خمس دنانير و200 فلس أو 300 فلس أو 400 فلس بسبب أن الأموال صارت أموال دوارة في هالمشروع أنا من 2015 إلى يومنا هذا أقرثت قرابة 40 ألف امرأة إن شاء الله 40 ألف امرأة اضربها بخمسة عشان يعطيك عدد المستفيدين لهم عدد أسرتها ال40 ألف امرأة نسبة السداد عندهم 99.7% بدون ضمان بنكي بدون ضمان قانوني ورقع عن الحياة بينهم وبينهم لكن أعطيهم حوافز 99.7% أعطيهم حوافز أن اللي تلتزم بسداد قرضها أعطيها قرض مضاعف فال150 دينار تصل مثلا 230 دينار أو 250 دينار وحطهم كخمس مستفيدات قروب واحد وقلوا إذا واحدة منكم قصرة ترى كلكم محرومين من القرض المضاعف تحرجهم مع بعض فهم تفاهمون بينهم بين بعض سدد فواحدة شجع الثانية واحدة شجع الثانية وكذا النجاح ليس بنسبة السداد 99.7% لأن يمكن يبدلون قبعات تأخذ قرض عشان تسدد ما تحصل هذه أي قد يحصل نسبة شون قيس نسبة النجاحي أن أي بطرف ثالث يقيس المشروع ويشوف لي أنا كم نسبة الأسر اللي تحولت من يد السفلة إلى اليد العليا شنو اليد السفلة وشنو اليد العليا بين يد تطلب المساعدة وبين يد تعطي فأنا شنو نحولها أتي للجهة الثالثة وتقيس الأسرة قبل القرض وأثناء القرض وبعد القرض شنو التحول اللي صار بالأسرة بداية من السكن اللي هم ساكنين الأثاث اللي موجود ألعاب الأطفال لبس الأطفال هل شريتي لهم شيء بالعيد ولا ما شريتي لهم الأدوية العلاج المدرسة بعدين يقيسونا بعد ستة شهور هل صار فيه انفاق على هذه الأمور اللي ما كانوا ينفاق عليها بعد سنتين شفنا أن 65% من الأسر اللي أقرضناها أصبحت أسر مزكية هي تزكي ما شاء الله فهذه نقلة جدا كبيرة أنا حتى لو 50% أفرح فيها حتى لو 40% أفرح فيها أنا نقلت ما خليتهم على طول يستفيدون نحن بعض الممارسات اللي تصير أنا أفتخر كجمعية خيرية أن أنا قاعد أقدم المساعدة للجيل الثالث هذا فشل ما هو نجاح مفروض من الجيل الأول أنت غيرتها خلاص ما يصير الجيل الثاني يطلب المساعدة والجيل الثالث يطلب المساعدة إلى متى هالدوام لابد تنقلهم من الاحتياج إلى الانتاج أن ينتجون الدكتور أنا أذكر المايكروفاينانسينج سمعت عنه من 2015 يعني وطريقة اللي حطوا فيها بأن أنت تمول شخص عشان هو يبدي يصرف على نفسه ويمول نفسه كانت بالنسبة لي لما قرأت عنها كأنه شي ثوري بس من 2015 لي اليوم ما شفت اللي أنا متوقعه ما أدري إذا كان فيه تحديات أو لم يصلط عليه تحديات كبيرة مثل التحدي الأول أنه صنعة صنعة صعبة ما هي سهلة مايكروفاينانس يعني إحنا كنا ندعي لنا الشغلين بالمايكروفاينانس قبل 2015 لكن طلع الشغل اللي نشتغل ما هو مايكروفاينانس الشغل جمعيات تعاونية أن نجمع لنا خمس حريم واخذوا فلوس وبالتزمون بالسداد يفشل المشروع ينجح المشروع ما في حد مختص يشرف عليهم ما في كذا عندنا نماذج النجاح وايد حلو وعطينا كان عندنا مشروع اسمه 200 يورو عطينا تم حرمة الشاركة وفي الله يكرمكم درام وصابون وخلاطة وانتقل وصاروا مصنع صابون فيها 20 حرمة تشتغل في نجاحات كانت لكن بالأجمال ما كان مايكروفاينانس لين جبنا الجهة استشارية أسست لنا مايكروفاينانس بالعون واستمروا ويشرفون على مايكروفاينانس من 2015 إلى يومنا هذا نعطيهم قيمة ما هي سهلة حتى يديرون هذا المشروع بكفاءة الشيء الثاني موضوع النظرة الخيرية للمشروع أنا فعلا ما أخذها من ناحية خيرية لكن تعاملي مع المستفيد مو خيري أنا أشتغل معك تمويل لكن قرض حسن لو أي وحدة تيني وتقول أنا والله زوجي مخدرات ضيع الفلوس زوجي ساكران ضيع الفلوس زوجي ما في إعفاء من السداد يرفعون مدير المشروع يرفع على مدير مكتبنا مدير مكتبنا يرفع على رئيس القليم رئيس القليم إلى المدير إلى نائب المدير إلى المدير العام حتى أن يعفي فالعفاء ما ييب سهولة ما ييب سهولة ألا بوفاة ولا عجز كلي لأنك لو أعفيت امرأة واحدة هذا إذن بفشل المشروع بالكامل كلهم راح تناقلون بين تراعفاء وفلانة يلا خروح نطلب عفاء فيسولك نفس التمثيل وبعدين نحن مفاصلين بين المشروع وبين مكتب العون مشروع سمعون لك مفصول عن المكتب الجمعية هذا مكتب الخيري هذا مكتب التمويل الشيء الأخير اللي أعتقد أنه سبب في عدم نجاح المشروع النوايد استفاده منه كبزنس شنون؟ فأنا حط المايكرو فايننس على المستفيد بفائدة شهرية ثلاثة بالمية يطلع علي نهاية السنة شكثر ستة وثلاثين بالمية فأنا قاعد أرهق هالمستفيد الفقير لأن هالفقير ما يقدر روح يأخذ القرض من البنك أنا سهلت لعملية الأقراض وكن ما أخذ علي راهن أرض راهن سيارة راهن 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 راهونات كثيرة تهلك الفقير لذلك في كثير من الدول اللي تعتبر ناجحة بالمايكرو فايننس وعندها المايكرو فايننس من زمان وفي نوضج في حجم مساجين من الفقراء كبير لأنه عجز عن التسديد لأنه عجز عن السداد ونسبة الفائدة عالية ما هي سهلة ويتعاملون معهم نحن يعني أحيانا نأخر السداد يعني خمسة أيام أربع أيام لكن ما نوصل مرحلة أن نودي للسجن في أي تطورات صارت على العمل الخيري؟ فيه فيه نماذج كثيرة يعني أول شي النضج في عملية التعليم القضية ما هي أنك تكفل طالب بس كفل طالب شنو الطالب النوعي اللي تكفله شلون تغطي مسألة يسمونهم رواد الأعمال شلون تأسس رواد أعمال هالمشاريع الآن موجودة في العمل الخيري عملية النقلة في الآبار يعني إحنا كعوم مباشرة صارت عندنا نقلة جدا كبيرة لما أسسنا الشركة وخليناها هي المقاول مقاولنا في الآبار في النيجر كفاءة البير كفاءة إنتاجه ثقافتنا نضجنا في عملية الآبار وهايد تغيرت مشاريع والله كثيرة أنا أضرب مثال في مشروع كفالة اليتيم 90% كانت قبل 20 سنة 90% يتيم خارجي و10% يتيم داخلي الآن 90% داخلي و10% خارجي الداخلي قبل كان ما نسمع اليتيم شقول حاليا نسمع اليتيم شنو حاجاته قبل احنا نقرع الأيتام كلهم عشان الأمراض الجلدية اللي بالراسة اللي ييبونها من قراءهم الحين لما بدأنا نسمع اليتيم يقول لش تقرعوني أنا سجيد لما تسمع اليتيم تقول له هل عاجبك الأكل؟ قبل أن نعرف أن الأكل يختلف طيب مشروع نوعي وصار فيه نضج قبل كان عندنا درجات من خفضة حيل وكان فيه تسرب طلابي من مدارسنا كبير وكان يصير فيه عندنا أغماءات في المدارس في 2014 تقريبا بدأنا ندخل التغذية المدرسية عبارة عن شوربة بس مغذية بس شوربة نقدمها للطلبة نسبة النجاح وفرقة ويالة تقريبا 80% زيادة تسرب الطلابي شبه عدم خريبة الأغماءات صفر فتحول جدا كبير مشروع حياء القرى الفقيرة قبل كننروح للقرية الفقيرة نعطي هذه مكينة خياطة نعطي هذا معزتين نعطي هذا بقرتين نعطي هذا 20 دياية لكن هذا إذا وصل إلى مرحلة من الاحتياج ابنه مريض أو كذا باع المشروع بالكامل وراح على جلده ورجع فقير مثل ما كان شلون تجاوز هذه الأزمة أو هذا المشروع اللي قد يكون فيه نسبة فشل عالية أننا ندخل على القرية ونقولهم نحن يجاوين شركاء لكم في النجاح تعطونا أرض مساحتها 100 ألف متر نحن راح نسورها لكم نحفر بير ارتوازي راح نمدد أنابي بتنقيض راح نجيب أفضل البذور الموجودة في المنطقة تزرعون أفضل أنواع الخضار أفضل أنواع الأشجار المثمرة الفواكه نسوي لكم مزرعة أسماك مزرعة دواجن مزرعة لحوم عجول تسمين أبقار حليب نسوي لكم طاحونة عربات نقل ونشوف شنو التغير اللي صار يبتلهم مدربين يدربونهم وشكلت لجان في كل مشروع لجنة مختلفة لجنة الدواجن لجنة الخضار لجنة الفواكه عطيتهم دفتر استاذ يسجنون فيه مصروفات وإرادات أنا عطيتهم ثقافة العمل الجماعي عطيتهم ثقافة مالية وسويت لجنة مركزية عندهم بحيث أن اللجان الأصغيرة هذه الدرس المصروفات والإرادات وإذا صار فيه فائض ترفعه للجنة المركزية لجنة المركزية شنو أولويات نحك قرية نبي صيدلية خلاص روحوا نشترون صيدلية نبي ندخل عيالنا المدرسة نبي نعالج فلان وفلان كلها من ريع هالمشروع بعد خمس سنوات إذا شفت أنهم نرجوا فعلا ونجح المشروع وياهم أسحب نفسي أنا خلال خمس سنوات أنا وياهم يعيب لهم مدربين ويعيب لهم موجهين وأنا أشتري منهم الفائض حق عيتامي لكن بالنهاية لما نجحوا خلاص أنا تركتهم وانتقلت إلى قرية ثانية وثالثة ورابع مثل القرية سوينا حق ميتين قرية حتى الآن متوجهين إن شاء الله إلى أكثر من خمسمائة قرية شو الأثر اللي سوينا وهذا شيء صراحة ما كان محسوب عندنا نسبة الأجهاض قلت نسبة وفيات الأطفال قلت نسبة الملتعقين بالمدارس زادت كنا نشوفهم يعني شيء ممكن تضحك عليك كنا نشوف يلدهم أجلح الحين يلقون بالشمس ماشاء الله هذا كله دليل إنه سوء التغذية راح حياتهم تغيرت تعليمهم تغير وانت خلاص علي شبه تمكين الآن اللي سويته لهم وبدأ من عيالهم اللي يروحون للمدينة الآن ماشاء الله ويدرسون ويكملون دراستهم ففي مشاريع نوعية وايد قاعدة تصير لنقل الناس من مسألة الاحتياج ومسألة النبس بير ويتيم وبدون أي أثر لا أصبحت الآن أثار جدا كبيرة دكتور أنا بسألك سؤال أبي تاخذ راح تكفي لأنها السؤال اللي نعاد كل سنة بما يخص العمل الخيري دائما الناس تسأل وتبي تعرف أنا من الدينار اللي أصرفه للتبرع شكتر قاعد يروح للشخص اللي أنا بيوصل له هذا الدينار وشكتر قاعد تروح رسوم إدارية أنا هحيك على السؤال الصح السؤال الأول هو الصح إن كم من ديناري يوصل للمستفيد لأن مسألة كم نسبتكم الإدارية هذه ترى الباب واسع فيها وتقدر يعني الإنسان اللي يجاوك قد يكون صادق وقد يكون يلعب لكن اللعب هو لعب محاسبي وله مدارسة وله مرجعيتة فأنا أقدر أقول لك نسبة الإدارية ثلاثة ونصف بالمئة أو مصروفي الإداري وأقدر أقول لك أنه أربعة فاصلة ثمانية وأقدر أقول لك عشرة فاصلة ثنين وأقدر أقول لك ثنين وعشرين بالمئة على طريقة حسبتك على طريقة حسبه شلون هذه؟ أنا أقدر أحسبك الإدارة فقط الإدارة فقط يعني المدير العام نواب المدير العام واللي قاعد يديرون عدة شغلات بوقت واحد ناء بالمدير العام لشؤون الإدارية هذين كلهم داعمين فداعمين هذه الإدارة لكن أقدر أشيل قسم الأيتام أقدر أشيل قسم التعليم أقدر أشيل قسم الصحة كل أقسام هذين أشيلهم الحسبة وحملهم على على المشاريع فيصير مصروف إداري 2.8 أو 3% والباجة تكلفة والباجة عبارة عن تكلفة مشروع ومحملها على المشروع وأقدر أقول لك أن 4.8% اللي هي مصروف الكويت بالكامل 4.8% نزين عندي بالميدان هناك مدرى مكاتب نواب مدرى مكاتب محاسبين تأجير مكاتب سيارات تتنقل منظفين قانونيين استشاريين كلهم موجودين هناك مصاريف دولة وضرائي وغيرها هذيك 5.4 أو 5.5 تصعد وتنزل حسب السنة فلما تجمعهم مع بعض كيف صاروا؟ 10.3% هذه مصاريف إدارية أقدر أخلي اللي بالميدان كلهم تشغيل واللي هنا كلهم إدارة فأقدر أقول لك أنه لعب وهما هو لعب بس أنه أقدر أغيرك بالأرقام وهذه ترى شرعا ما فيها أي حرج شرعا أنك تعطي العاملين عليها بالعرف عبدالله سمعت شم قيمته قيمة خبراتها بالسوق أعطيه راتب المعروف ما أبالغ وغلط وجهتنا ظلي غلط أن تنحسب كنسبة هي ليست نسبة مستحقة هي ليست نسبة مستحقة حتى لو قالوا 12.5% أو 12 هي ليست نسبة مستحقة أنت تأخذ بالمعروف شكثر قيمتك وقيمة خبراتك بالسوق تأخذها شكثر مكافآتك بالسوق تأخذها شكثر مصاريفك شنو نوع السيارات شنو نوع السكن كلها بالمعروف وفق ما يأخذها سواء وصل 30% أو 5% لكن أنك تتأخذ أنك تحقق رسالتك وتوصل دينار المتبرع وفق أهداف المتبرع للمستفيد وفق احتياجات المستفيد فإحنا نرجع للنسبة النسبة عندنا 10.3% اللي قاعدنا نخصمها من المتبرع هو 10% بالضبط الباجي كله يروح تكلكها تكلفة للمشروع الباجي كله يروح على المشروع نفسه للمستفيد النهائي وهذه يعني هي مع أنه شرعا جائزة وقانونا جائزة وعرفا دوليا أنا اشتغلت على بحث على المنظمات الدولية أشوف شم مصاريف الإدارية وشنو اللعب اللي قاعد يصير فيه إظهار المصروفات الإدارية 5% 7% للفعل اللي وصل للمستفيد نفس سؤالك يوصل 30% أو 40% في كثير من منظمات الدولية لأننا ماخذين مصاريف إدارية ومصاريف تشغيل ومصاريف لوجستيات إلى نوصله للمستفيد النهائي 30% أو 40% وكلها 60% راحت بس دكتور راقار الرسوم الإدارية لجمعات العالم الباشر فرضا مع جمعات الخيرية العالمية الثانية في تفاوت ولا الأرقام تشابها تبي المعلن ولا الفعلي لا الفعلي الفعلي تحصله واضح جدا في موقع أمريكي اسمه Charity Navigator حاط فيه النسب الإدارية وفق البيانات المالية لهذه المنظمات فتحصل لـ 36% تحصل لـ 40% تحصل لـ 15% ويقيمون بناء على هذه النسب كسكور وينه واصل نجمتين خمس نجوم ثلاث نجوم نحن كعون مباشر نعتقد أنه كفاءة المال ويد عالي عندنا يعني كفاءة المال اللي وصل للمستفيد مع ذلك نحن شغالين على وقف يغطي هذه المصاريف ما شاء الله والوقف هذا مثل ما ذكرت قبل شوية مرينا بتجارب جداً سيئة وتخلينا دائماً حاتي موضوع استمرار العمل من عدم مع أنه عند الله سبحانه وتعالى بس نحن بنبذل الأسباب أنه يستمر هذا العمل ما ينقطع سواء بوجودنا أو حتى بعدنا فالنسبة الإدارية حالياً إذا قلنا أنها 10% وميزانية العون الآن 53 مليون أو 54 مليون دينار فـ 10% يعني كم؟ يعني 5 ملايين أو 400 اللي يتغطي مصاريفنا الإدارية بالضبط نحن مصاريفنا الإدارية بالكويت وأفريقيا 5 ملايين و 400 ألف دينار أو 300 ألف دينار فلما تصير الميزاني 54 مليون أنا 10% موفيتني تخيلنا صارت أزمة اقتصادية ونزلت 54 إلى 20 راح تطقي مصاريف الإدارية إلى 30-40% أنا ما ودي أصير الشيء هذا طيب شو اللي يودك؟ ودي أن نوصل إلى مرحلة أن أصعدت التبرعات ولا نزلت أنا مشاريعي شغالة لأن أنا ترى طبيعة عملي ما هي مقاول بمعنى؟ يعني أنا ماني أبني منشآت وأسلم أبني منشآت وأسلم لو كانت هذه سهلة جدا الوقت اللي يطيح في التبرعات أنا ما عندي مصاريف إدارية أصلا ما عندي إلا المكتب الرئيسي وخلاص هذا أقدر أغطي سهل لكن هنا أنا عندي تشغيل هناك أنا لما أبني مدرستك أسيرها لما أبني الجامعة أسيرها لذلك عدد الموظفين يوصل عندي 9300 موظف لأن أنا مسير ومشغل أنا عندي غاية كبيرة بيحققها ما أحققها بعملية المقاولات أني أبني وأسلم أسلم الحكومات أو أسلم الجهات المحلية معنى العفو قد يكون هذا ما هو شيء سيء لأنه هو نموذج من نماذج العمل الإنساني والعمل الخيري أن أبني المنشآت وأسلمها لجهة محلية أثق فيها وبيني وبينها عقد وكذا لكن أنا وفق في وجهة نظري أن الشغل اللي قاعد أسوي رغم أنه مؤلم ومتعب بحيل ويسبب لك يعفن بس عندك فرصة أن تكبر بشكل وايد أكبر لو أنت تسلمهم لجهات أنت أمن عليهم بس وفق تجربتي الميدانية وبيئتي الأفريقية هناك الأمر مختلف شوي أنت بتحقق غاية وايد أعظم وبصورة أسرع الوقت يعني ما هو وقت أن تسلم وتدخل بمشاكل التسليم والأهداف تتحقق تنحرف أي أحد ثاني يشتري هالمشروع ويتحول من نشاط اللي أنت مستهدفة إلى نشاط آخر هذا الأمر يعني قابل أن يصيلي أن أخرج عن ملكيتك فليب يقول أننا إحنا مستهدفين في 2031 إن شاء الله أن نغطي الوقف اللي يسميناه وقف الاستدامة أن يغطي جميع مصاريف الجمعية الإدارية الوقف هذا كل متبرع يشارك فيه يوصل إلى مرحلة أن يشارك فيه جميع مشاريع الجمعية وأنشطتها لأنه قاعد يغذي القلب اللي يغذي كل التفاصيل بأكس راح يزيد ثقة المتبرع بالجمعية الخمسة عشر دينار من التفطار الصايم اللي كنا نسوي فيها عشر وجبات أو عفوا نفطر صايم لمدة 30 يوم راح نقدر نفطر صايم 34 يوم لأن النسبة الإدارية اللي كانت تنخصم الآن أصبحت زيادة على المشروع فصارت كفاءة المال أكثر الجمعية أصبحت في مأمن لو وصلت إلى الناتج هذا وإن شاء الله تكون منفتحة على جميع الظروف اللي تصير أنها تستمر في أثرها وتحدثها لكن أأكد أنه ما هو غلط ولا هو عيب ولا هو شيء يخفى نحن موجودة ميزانيتنا في الموقع الإلكتروني فيها المصاريف الإدارية وفيها مصاريفنا بالكامل وكم تبرعاتنا اللي جمعناها وكم نسبة المصاريف الإدارية مقابل التبرعات كم المصاريف الإدارية مقابل الإيرادات كم المصاريف الإدارية مقابل المصروفات عشان نعطي المتبرع أن يقراها بكذا زاوية وكلها نسبتها جدامها ومقارنة نسنة الماضية بالسنة هذه عندنا من 2018 تقريبا إلى يوم من هذا وإحنا نعرض مصاريفنا الإدارية بس عفوا دكتور شنو نوع الرقابة الموجودة على الجمعيات الخيرية تحب أن نادك محمد ولا أبوه؟ محمد، بوتوفيق، بوزايد، كل واحد بوزايد بوزايد لازم المفهوم اللي ذكرتك قبله شوي يكون فعلا حاضر ويانا في العمل الخيري الأصل بالعمل الخيري هو التطوع الأصل بالعمل الخيري هو رغبة الإنسان المتطوع أو حتى العامل في العمل الخيري أنه يحقق رضا الله عز وجل وهذا دافعنا فإذا كان الهدف هو تحقيق رضا الله عز وجل أنت تبذل أحسن ما عندك حتى تحقق أحسن ما عند الله سبحانه وتعالى من جزاء فإذا كان هذا الدافع فأنت كل يوم تشوف شنو الممارسات اللي موجودة ويفترض أنك تسويها أحسن مما هم يسونها لذلك أنا دائما نقول لنا نحن كعمل خيري مقارنة بالقطاع الخاص وبالقطاع الحكومي يفترض تصير عندنا نحن المدارس وهم يتعلمون منه ليش؟ لأنه دافعنا وايد أعظم وغايتنا وايد أعظم غايتنا أخروية غايتنا جنات النعيم غايتنا الفردوس الأعلى من الجنة غايتنا صحبة محمد صلى الله عليه وسلم فهلأمر ما ينوخذ بالسهل لابد أنك تبذل وتتعلم وتقرأ وتشوف الممارسات اللي قاعد تصير وشلون تطورها وشلون تحقق أحسن ما عندك حتى تكسب أحسن ما عند الله عز وجل فأنا ما أنتظر رقابة أحد أنا أستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى عليه لكن مع ذلك أشوف شنو متطلبات الجهات الحكومية أشوف شنو الممارسات اللي قاعدة تصير وأحققها عندي وأحقق فوق ما يطلبون لذلك الحوكمة لما طبقتها العلم الباشر طبقتها قبل المتطلبات أي وزارة من وزارات وكنا نحاسب أنفسنا وعندنا تشكليست خاص فينا نشوف وين عندنا ثغرات بالحوكمة ما طبقناها ثغرات بالحوكمة ما طبقناها لما نطبق أنظمة الآلية ليش أطبقها وعول راسي ودفع فلوس ومتابعات ليش أداوم بالإجازات ليش ما حد طالب مني هالشي أنا لما أتكلم بصغرة الفرد رأخصد العاملين ما أتكلم كعبد الله فليش يداوم ليش يروح أحيانا يسافر إلى بلدان يفارق أهله وعياله وأحيانا يدفع من جيبة حتى يتعرض لأمراض ومغس وسهال وتسمم وشي اللي خلي يروح هناك وما هم أطلوب منه لا من جهة حكومية ولا بس دكتور ما تساعدكم الرقابة يقيا وهذا أنا قاعد أطالب فيه أنا طالب من وزارة شون يزيدون طالب من وزارة الخارجين يزيدون يزيد التواصل يزيد التوجيه ويزيد النصح ويزيد حتى التقييم أنا طالب أن يكون في تقييم الجماعات الخيرية بالكويت تقييم دوري وتحط فيه الثغرات وتحط فيه فرص التحسين وتحط فيه التعديل أتمنى العمل الخير الكويتي رغم أن هذا الشيء ما هو موجود إلا أنه في نضج جدا جيد وجود الرقابة رح يزيد نضج الناس القضية مو بس نية حسنة أني أدير جمعية خيرية وأني أعمل الصالحات فيها الجمعية الخيرية القضية أنت من قالك أن أنت خبير في هذا الشيء ترى صنع العمل الخيري صنعه إدارة المال أموال كبيرة التي تصرف في العمل الخيري صنعه إدارة الأموال أبو دكتور جم قلت لي تغريب ميزاني يعني أنتو أرقامك معلنة 54 مليون دينار هذه آخر سنة أنا مو بس أتكلمك على رقم المبلغ قد يكون مبلغ 54 مليون عبارة عن 54 مشروع لكن لما تكملك أننا عندك 20 ألف مشروع وبرنامج بعضها مكرر خلال الأشهر بعضها لا ما هو مكرر يستفيدون منها 20 مليون تتكلم على حجم عمليات محاسبية قاعدت تتم توصل إلى مليونين و 500 ألف عملية محاسبية ما بين تبرع و مصروف أنت قاعد تعيش في إدارة أموال صعبة ولا هي سهلة لا بد أن يكون بعد توفيق الله سبحانه وتعالى عندك تنظيم داخلي مميز و كفاءات مميزة تأخذهم بأكفأ ما يكون بالسوق و تيبهم تعيونهم عندك هذا من الإحسان هذا شون تصير دكتور؟ من الإحسان بس دكتور شون؟ تنافسوا القطاع الخاص باستقطاب المواهب يعني أكيد كجمعيات خيرية المفروض أن القطاع الخاص عنده القدرة بأنه يدفع مبالغ أكبر للكفاءات اللي موجودة في السوق احنا مرأينا بمراحل مرحلة أنه ناخذ اللي موجود بالسوق يعني تقبل براتب يحيي كلما تقبل بكيفك بعدين شفت أن المستوى الكفاءات اللي موجودة ما هي بالمستوى المطلوب فبدأنا نرفع من معيار و نشوف شنو الرواتب اللي بالسوق و سويني دراسة مقارنة على القطاع الخيري و القطاع الخاص و القطاع الحكومي تم رواتب المحاسب اللي بالمهارات الفلانية فنلقى أن الراتبة أكثر من راتبنا مثلاً 300-400 فأنت ذا فعلاً تبي كفاءة في المحاسبة المالية لابد أنك ترفع راتبك إلى المستوى التيب فيها الكفاءات فبدأنا نرفع تدريجين هي ما رفعت بمرة واحدة و بنفس الوقت أنت لابد أننا حتى ما تنخبص المصاريف الإدارية عندك و توصل للنسبة جداً عالية يكون الرفع بمستوى الإرادات اللي قاعد ترتفع عندك فتوفيق الله سبحانه وتعالى يعني مارسنا عدة ممارسات خلتنا نرفع الإرادات و بنفس الوقت نرفع الكفاءات و الكفاءات هذه اللي قاعد نطلبها هي قاعد تزيد الإرادات لي ما قاعد تقللها لأن كفاءة المصروف و كفاءة الإراد هو قاعد يوفر لي بالنهاية و أنا محقق راتبه و أضعافه بس تحرصون تأخذ معاكم المتبرعين لما تشوف الشيء وتلمسه غير ما تشوفه بصورة نحن حريصين على هذا الشيء لكن لاحي ما وصلنا أنه يكون شيء منظم يعني نجهز سفرات خاصة للمتبرعين مجدولة في وقت فلاني و للدول فلانية بدأنا فيها قبل كورونا و خططنا له و سبحان الله يتكررنا و خربت الآن راجعين لها من يديد لكن في كثير من المتبرعين قاعد نأخذهم وينا بعضهم نجهز لهم رحلتهم يروحون يشوفون مشاريعهم يكون معاهم أحد من الكويت أو يستقبلهم مكتبنا هناك و يسوي لهم الجولة كاملة و يرجعون في بعضهم يكون رايحين سياحة و يقول نبي نمر على مشاريعكم نقولوا محياكم الله يمرون على المشاريع يسل لهم يوم مع الأيتام جولة و كذا بس دكتور من جانب تسويقي سنقول يعني أنت أكيد في شرائح معينة تستهدفها منو تفضل شريحة على الثانية نشوف كل الشرائح هي شرائح مؤثرة و نبي نكون وياهم شركاء بالخير لكن أنت تتكلم على شرائح لمصلحة العمل تحتاج أن يكون معاك أطول فترة ممكنة بحيث أن يستمر عملك وياهم أطول فترة ممكنة تتكلم عن الأصغر سنن يعني؟ فأنت تتكلم على شرائح الأصغر سنن اللي يسهلون عليك عملك وفهمك للغة العصر سهولة ببعن ما تقصد فيه هذه؟ التقرير الورقي والتقرير الإلكتروني واتساب عملية التبرع المباشر ولا تدخل خلال مصد دقيقة أنت تخلص تبرعك على الوب سايت ولا تب مندوب إيلك؟ كل هذه ترى تفرق وايد يعني حتى بكورونا صارت واضحة ويانا أن شنو تأثير شريحة صغار السم على تعاملها مع ظروف كورونا والأغلاق وشلو شريحة كبار السن اللي قد يكونوا حرموا بعضهم من التبرع بسبب أنهم متعودين التبرع يكون نقدي وينتظرون من دوب يجيهم وصار فيه إغلاق كلي فما هم قادرين يتبرعون فبس اللي أفهم منك الأصغر سن ما يخلف أنا قاعد أتكلم يعني مفردات خاصة بإدارة الأعمال وشي بس لنا أدري هو عمل إنساني وهذا بس ما يمنع يمكن شوي تحجي في هذا الجانب بس عشان أفهم دكتور يعني الأقل سنن تكلفة إن أنا أستقطبهم للتبرع أقل من غيرهم من الأعمار صحيح هذا شي الشي الثاني هذا اللي هو طرق الراتب ممكن إنه يطول معاك فترة طويلة ومستمر معاك بمبلغ محدد يعني الحين أن لما أروح للموظف ممكن أخذ منه استقطاع شهري 20 دينار وهذا اللي أخذ منه استقطاع شهري وأنا ملتزم معاه بالتقارير وهو راح يكون الرسول اللي يتكلم باسمي أمام الناس فهذا ممكن ينشر لي عنده ناس تكون عندي قاعدة متبرعين كبيرة ويستمر معاي هذا الموظف اللي توم تعين عمره 23-25 سنة ممكن يستمر معاي 25 سنة جدا فيصير عندي استقطاع شهري مستمر معاي التزام حملاتي كلها يشارك معاي بعشرين دينار فأنا مثبت على الشريحة هذه اللي تستمر معاي أدول فترة ممكنة وبمبلغ متوسط تقريبا شفه ثابت هذا أبني عليه خطط بينما إن واحد مثلا نحن نصنفهم VIP كبار متبرعي ممكن يعطيني مليون دينار الشهر هذا أو السنة هذه ويقطعني خمس سنين هذا شون قدر أبني عليه ما قدر أبني عليه خطط صح ميزانيات ما ميزانيات صعب تتوقع فرح يصير عندي تذبذب كبير بالميزانيات بينما الموظف الشاب أو الشاب اللي بعمر 23-25 سنة ممكن يستمر معاي فترة أطول ولو نشوف كل حملاتنا تقسم قيمة الحملة على عدد المتبرعين رح تشوف المتوسط عندنا دائما 25 دينار 30-20-25-30 ولا عندنا في آي بي وايد اللي يأثرون بالحملة يرفعون من تبرعاتها ويقلون لنا أنا بمقابلة حق الوالد رحمة الله عليه أذكر كان يقول أن تفاعل النساء أكثر من الذكور صحيح ليليوم هالشي ليليوم هالشي تحصلهم من 60 إلى 75% أحيانا ترتفع وتنزل إن شاء الله العاطف عندهم أكثر وصرف المال عندهم أكثر من الرجل يعني فيه الجانب دكتور هذا موضوع التصوير كل سنة يدور حول جدل يعني كثير من الناس يدعم بأن هذا التبرع المفروض يكون بالسر ولا لا حاجة أن الشخص المتبرع يصور نفسه ولا يصور الشخص اللي محتاجه وقع يستلم التبرعات لازم نفرق بين عملية العمل الشخصي وأن أنا موكل من الغير الحين من يدري عن عبدالله سميط كم أنفق أو من يدري عن عبدالله سميط كم واحد ساعد ولا وين راح وين رد هذا أمر يخصني وأحتسب فيه عند الله سبحانه وتعالى وأخلاص وكذا وكذا بينما أنا موكل من متبرعين وأنا مرصود من جهات كثيرة رقابية وجهات معادية وجهات محبة لكن راح يزيد محبتها ذا شافت أثر عملها وهذا بالفعل اللي صار لنا من بداية التأسيس الجمعية كان الوالد رحمة الله عليه اللي يشوف يقول هذا إنسان خريج إعلام من كثر ما كان يصور يوثق وينقل للناس أيام سلايدات النيكتف السودة وكان عنده بروجكتر تي 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 اللي يدور ويطلع الصور يعكسها فكان يدور بالدواوين معا البروجكتر هذا وزنه 15 كيلو هالبروجكتر يشيلوا يا ويما الراح سابق عصرة سابق عصرة ويوثق لهم هذه القرية اللي يزرناه المشروع هذه المدرسة فالشي اللي يخلنا استثق فيه لو أنه ساكت ومناقل هذه الأشياء ولم صورها هل تتوقع نفس الثقة لا ما هو نفس الثقة أكيد فأنت قاعد تنقل للناس أثر تبرعهم مو القضية إخلاص وعدم إخلاص ولا القضية إذلال المستفيد بالعكس لها أدبيات عملية تصوير المستفيد مثل ما تصوره في شكله ما يرضاه يعني أنا ما هي أطلع طفل عاري جدام أمة بدون ما أبلغ أمة وأستأذن منها لأنها قد تكون مرة هنا بنصور طفل قالت لحظة راح تكشختها ولبستها ومسحت خشمة عشان يطلع ولدها بصورة جميلة ما حد يرضى أنه ولده يطلع بأسوأ صورة الشيء الثاني لغة الناس في تفاعلها مع المشاريع اختلفت من الثمانينات إلى التسعينات إلى الألفين إلى ما فوق الألفين وعشرة والألفين وعشرين الناس سابقا كان تسحبها الدمعة من يمسح دمعة هذا المسكين كانت أول حصالة عندنا وهذه أول صورة وكانت مؤثرة ومسوية ترند بالكويت وبالخليج الحين الناس ما تبي تشوفوا الصورة المأساوية تبي تشوف ما بعد الصورة المأساوية لابتسامة تبي تشوف شنو التغير اللي صار تعبت الحين من تشوف شيء بالعكس كثير أنا ما قاعد يطلعون في فيديوهات مؤلمة ولا قاعد يطلعون صور مؤلمة بالعكس يطوفون هذا شافوها بسناب أو كذا يبون الفرحة يبون الفرحة يبون الأثر مباشرة فيقولك خلاص انتعطني الأثر اللي تسويه وأنا أدعمك فدائما تطلع الفيديوهات والصور فرايحية أكثر منها حزن وهذا ما يلغي دور الصورة الحزينة اللي ممكن نطلعها بين فترة وفترة اللي تنقل الواقع لكن ما يكون إيه اللغة الدائمة مع المتبرعين تصنيف المتبرعين انت لازم تصنفهم من كبار سن متوسطين وصغار سن دكتور أكيد في أحداث أثرت على العمل الخير يعني نحن نتكلم من أحداث سبتمبر طالعا عندنا موضوع فرضا بالكويت شككو بالأموال اللي قد تطلع من الجهات والجمعيات الخيرية فأبي عرف تعاملكم فرضا مع الحكومات عالميا اختلف عربيا تكلم حتى خليجيا في الدول المجاورة بالكويت هل في صارت قيود أكثر شن اللي صار معاكم ولازم نعرف أن قبل الأحداث وبعد الأحداث الأمر مختلف نتكلم سبتمبر أي على سبتمبر وأي أحداث تصير مشابهة سواء داخلية محلية أو إقليمية أو دولية لها تبعاتها الأمر أنت شنون كجمعية خيرية تكون ناضج في عملية إدارة المخاطر وإدارة المخاطر أنك تتوقع أحداث تجيك وتكون عندك ثغرات في عملك تحاول تسد هذه الثغرات وتكون ممارساتك وايد أحسن مما هو متوقع منك وهذا نرجع أنه ترى هو أصل عندنا ودافع اللي هو الإحسان مو عشان إدارة المخاطر أو عشان كذا بس حتى أنك يستمر عملك ويستمر إحسانك لابد أنك تعيش هذه الأجواء وأنك تستشعر أن أنت مقصود من كل جهة ولابد أن يكون عندك نضج ما تكون معذر على الكلمة درويش في هالأمور لابد أنك تفهم وتفتح عيونك أربعة تشوف شنو المخاطر الموجود عندك وشلون راح تتعامل مع هذه المخاطر كمثال بعد حداث 11 سبتمبر مرت علينا إحدى الجهات الرقابية الدولية في مكتبنا في كينيا وطلبوا بصورة رسمية فتح جميع الملفات فتحنا لهم جميع الملفات قروا ورقة ورقة بعدين يابوا واحد عربي من نفس جنسيتهم من أصول عربية قال فتح الملفات العربية فتح الملفات العربية ما وجدوا دينار مجهول المصدر ولا مجهول جهة الأنفاق ولا مجهول كيف تم تحويله هذا نتاج توفيق الله سبحانه وتعالى وستره ونتاج أنه فيه ممارسة مالية على مستوى عالي بحيث أنه ما فيه أموال تكون غير مرصودة داخل الجمعية تعرف الدينار كيف دخلك وكيف حولته وكيف صرفته حتى الكاش؟ حتى الكاش أنا أتكلم حتى الكاش يعني حتى لو كان فيه سعة من الجهات الرقابية في فترة من الفترات أنت الداخلين قاعدت راقب نفسك وتحاول أنه ما يضيع هذا الشيء لما ذكرتك قبل شوي على مسألة كفاءة العاملين فلما أحط بالإدارة المالية كفاءات عالية وأعطيها يعني رواتب أو مصاريف تعادي الرواتب السوق لما تكون أكثر واجيب أكثر منهو في السوق حتى أني أوصل هذا الدينار بأعلى كفاءة ممكنة للمستفيد النهائي وأربح المتبرع أنه ما يخسر فلوسه أنا الآن عندي 42 سنة وعندي سبع درجات من الرقابة من المحاسب الميداني إلى المراقب اللي راقب المحاسبي الميدانيين إلى رئيس قسم المراقبة إلى المدير المالي إلى نائب المدير العام المالية إلى مكتب التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة إلى مكتب التدقيق الخارجي إلى الشخص عندي ما هو محسوب على أي بوكس من الهيكل هذا فقط يروح يدور من غير إذن ولا شيء بس يطبع عليك المكتب تفضل افتح لي الفواتير افتح لي الخزنة أشوف طابق الفواتير مع السيستم طابق الفواتير مع المورد مع وضعك البنكي وحساباتك البنكية مع المستفيد ووجود المشروع كل هالدرجات ولا أسلم ولا أسلم ما أقولك أنه أنا وصلت إلى مرحلة الدقة المية بالمية لا ولا أسلم مع ذلك أنا أعتقد أني وصلت إلى درجة جدا كبيرة من النضج في عملية الرقابة المالية والمحافظة هذا مو بس يعني لمعين جيش من المحاسبين ودفع عليهم فلوس هي مو خسارة أنا قاعد أحافظ على هالدينار إشلون ينصرف بأعلى كفاءة ممكنة وبرقابة داخلية ما حطلب مني أعينها الجيش من المحاسبين ولا هالدرجات من المحاسب أقدر أكوني عندي محاسب واحد أيني التبرع وأحول الفلوس للجمعية المحلية هناك الله عافيك نفذ للمشروع الفلاني لكن لا أنا بالنهاية عندي رسالة وعندي غاية وعندي قيمة قيمة عالية اللي هي قيمة الإحسان لذلك أنا أحرص أن تكون بكفاءة عالية فالرقابة الداخلية هي دافع داخلي أكثر منها يعني متطلب من الجهات الحكومية مع ذلك التواصل الفعال مع الجهات الرقابية مع المتبرعين مع الشفافية وإياهم يعني أنا إذا فشلت في مشروع أتصل على المتبرع أو إذا المتبرع أتصل عليه أقول لأبي كل شفافية أنا ترى أنا فشلت في هذا المشروع تحب أنقل لدولة ثانية تحب أرجع لك فلوسك على هذه الدرجة وأنا أتحمل مسؤولية كعبدالله سميت لأني مدير الجمعية وحصل لمواقف فأني تعطيني مثالي يعني أنا اليوم أتبرع فرضا أبني مسيد وما مشاه المشروع هذا يعني شنال اللي ممكن يصير طيب أنا عندي مشروع المفروض أني أنا أفذه في مثلا دولة موزنبيق ونتعطيتني مبلغ لدار أيتام تأخرت أنا بالكويت كان وقت عندي انتقال من سيستم إلى سيستم فقط هذا المشروع تبين عندي بعد ثلاث شهور أو أربعة شهور أنه المشروع أنا ما عطيت اعتماد للمكتب عطيت اعتماد المكتب راح للجهات الحكومية ما طلوا في إعطاء الموافقة راحت عشر شهور 11 شهر 12 شهر بديت أنا بالمشروع يعني المتبرع قال أنت بيني وبينك سنة ما سويت لي شيء ولا تقرير أقوله فعليا أنت رانتوني بادي صار لي شهر أو ما بديت راح أبدأ لسبوع لياي أعدك إن شاء الله خلال خمسة شهور أنا أفذلك إياه إذا مصالح لك هالشي أنا مستعد أرجع لك فوسك كثرة سيما ما تجاوز واحد بالمية ما تجاوز واحد بالمية يعني بالكثير من عدد المشاريع اللي تنفذ لكن مع ذلك أمر محزن يصير يعني ونتألم منه خصوصاً إذا وصل إلى مرحلة التشكيك أو أن قطع عليك كلمة ولا جدي وهما يلام وأنا أقول له والله ما تلام لو أني مكانك ممكن أسوي مثلك وكثير لكن بالنهاية أنت تسعى أن فعلاً تحقق الغاية وأن هذا الأمر ليس عادة وإنما هو شيء شاذ من مشاريعكم من عملياتكم اللي تتم دكتور بس شغلة الآن أنتم مسموح لكم أنكم فرضاً تأخذون تبرعات من متبرعين براء الكويت عدل؟ نعم طيب هذه الحكومات اللي براء الكويت مقارنة فرضاً بحكومة الكويت تعامل معاها سهل في تقييد أكثر شو ملقى أصير معاكم شوف أنا شوف أن من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أننا في دولة الكويت وكان تعاملها مع جميع التضييقات العالمية في العمل الخيري تعامل مختلف وهذا يتشكر فيها أصحاب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى اللي كانوا مواجهة في حماية العمل الخيري وأذكر منهم الشيخ صباح رحمة الله عليه وكثير من الأخوال الإداريين والقياديين في وزارة الخارجية منهم بوسعود مقام مصر الله يحفظه وقف وقفة جدا أبو بدر ناصر الصبيح عبدالله الخبيزي وفي أسماء كثيرة يعني اللي وقفة وقفة جدا حازمة في هالجانب سواء في بداية العمل التضييق اللي حصل بعدها 12 سبتمبر أو حتى إلى فترة قريبة فكان الضغط أن العمل الخيري هذا لابد تغلقون الجمعية الفلانية 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 ولاابد تضيقون وكذا فقعدوا إياهم تشل تابونه بالضبط قالوا نبي نعرف دولار منين جاء وكيف تحول وأين صرف قالوا بس هذه قالوا بس فرص نسوي لكم منظومة العمل الخيري بالفعل سواه وزارة الخارجية وصارت حماية وغيطاء للعمل الخيري الكويتي وهذا أنا اعتبرها من الفتوحات اللي صارت على العمل الخيري الكويتي وصارت حماية أن الجمعية اللي تبي تحول تحول عن طريق المنظومة الخيرية والجمعيات المحلية اللي كانت تتلاعب بالجمعيات الخيري الكويتية الآن أصبحت مراقبة من وزارة الخارجية وأصبحت الجمعيات الخيري الكويتية تتعامل بأرياحية مع الملف فأصبح كل دينار مراقبة أطلب لك مثال لما افتحوا منظومة العمل الخيري اللي تقدموا لهذه المنظومة من الجمعيات المحلية الخارجية حتى أن تعتمد في منظومة وزارة الخارجية الكويتية أكثر من 6500 جمعية برى الكويت برى الكويت اللي اعتمد منهم ما يتجاوزون 650 جمعية اللي فعليا يحول لهم 250 جمعية لأنك تشفو أنه في جمعيات خارجية عبارة عن تجار جنطة بمعنى محمد أنت عندك جمعية خيرية في دولة فلانية بلاد الواق واق تعال عطني من مجلس إدارتك ولا محمد وزوجته ولده وخاله ومزوجته مجلس إداره من المدير التنفيذي أخوك وين مقر الجمعية ولا بدوانية طيب عطني أصول الجمعية ما فيه أصول كل شيء مسجل باسمك الشخصي وباسمها لك أي جمعية خيرية بقالة ما هي جمعية تعال ورنا مشاريعك أنت بايع المشروع حق 10 جمعيات بايعها فبدأوا يصفون من 6500 جمعيات ونحن يمكن أن وصل العدد أكبر هذا الرقم القديم إلى أنه وصلوا إلى 650 ونحن يمكن أن نزاد أو نقص والذي يحولونه قرابة 250 جمعية فبدأ يصف وينقه أكثر العمل وصار فيه حماية وغطاء وتعاون لا محدود الصراحة يعني لما التعامل مع وزارة الخارجية بفلسفة الشراكة مو فلسفة جهرقابية شراكة أننا نحن كلنا نحق غاية واحدة ومصلحة واحدة ومصلحة دولة أو مصلحة السمعة ومصلحة الجمعية الخارجة عاد تقوم بدور سفارات ما هي سفارة واحدة يعني إحنا العون البشر من 30 دولة نشتغل فيها السفارات غطي 11 دولة وإحنا نغطي 19 دولة ما فيها سفارات فإحنا من مصلحة نكون متعاونين ومن مصلحة نجميعا نكون في خط واحد وطريق واحد نفس الشيء وزارة الشؤون لماذا إحنا نتعامل لنا إننا هذي الأعداء لنا وإننا يبون يضيقون علينا وإنهم متغولين فينا وكذا الجماعة الناس طيبين ترى من أهالك ورابعك ومن جماعتك يقعدوا إياهم فهمهم أنت شنو وفهمش اللي يبونهم بس تم الإساءة لصورة العمل الخيري تم الإساءة ما هو من الجهات الرخابية ما هو من الوزارة الشؤون ولا الخارجية بالعكس كانوا داعمين وحماية يوم صارت عندنا حملة الألف بير وطلعت إشاعات وقتها وقالوا إن وزارة شؤون وقفت ما دقينا على وزارة شؤون قلناهم تعالوا دعمونا يوم بنفسهم أثناء الحملة قالوا إن وزارة شؤون تدعم هذه الحملة وهذا موقف ما ينسي لم يصير عندنا إشكال في دولة من الدول الأفريقية ونرفع الوزارة الخارجية ترى عندنا إشكال في المكان الفلاني الوزير يبعث مساعد وزير الخارجية للدولة عشان يدافع عن جمعية خيرية كويتية وين تصير هذه بالعالم ما تصير فأقولك من فضل الله سبحانه وتعالى إلينا نحن موجودين في هذه الدولة وإن الدعم موجود على مستوى أعلى قيادة إلى أدنى هل كلهم يدعمون لا في ناس ما تدعم لكن لم يصير هذا توجه الدولة حتى لي ما يدعم حتى لو حاولنا آخر يعرف أنه ما صير أنه رح يمشي الملف بس ليش ممكن أحد يحارب العمل الخيري مثل ما في توفيق من الله سبحانه وتعالى في حرمان وخذ لا من الله سبحانه وتعالى الواحد أن الله يسخرك للعسرة أن الله يسخرك للعسرة أنك توقف بس تعسر للناس حي ما تشوف ناس في دوار حكومية بعضهم يعسرون علينا شنو اللي قا يصير معاكم دكتور يعني ما يخالف إذا استعملنا مفردات مالية إدارية ممكن أن جمعيات خيرية تزم جمعيات ثانية عشان تقل التبرعات للجمعيات الثانية وهذه الجمعية تحصل على نصيب أكبر من السوق ممكن ضعف بالثقة وإنه مو شايف نفسه شيء فلذلك حاول يعوض بالإساءة للآخرين بينما الأصل أنا يوني كثير متبرعين يابون مشروع معين ما هو عندي أقول روح الجمعية للفلانية روح الجمعية للفلانية وادق على مدير الجمعية قلت ربيكم متبرع للفلاني حولتلك أنا به المشروع أنا ماني ناجح ترى في ناس ناجحين فيه وسووا روحوا لهم أحسن مني بالأكس هذه النظرة الصحيحة أنك تشعر بالتكامل مو بالتضاد ولا بالتنافس احنا كلنا غايتنا وحدة وبالذات يعني أن غايتنا أخروية ما هي دنيوية مو شم حققت ربحية يعني شركات الاتصالات ما عندي مشكلة إذا تنافسه وطقه وأعظام بعض وكسره وأعظام بعض وكسرت خشي بس أنت لأ أنت غايتكم واحدة كلكم غايتكم أخروية اللي يدخل في هالجانب أعرف أن الغاية الأخروية عنده غايبة يبي أن يطلع بالنجاح وحط له على حساب الغاية الأخروية بس دكتورة عندك فرضا ما يجيسي دارة يحاسبك يعني إذا أنت سنة الفاتة محقق خمسين مليون أكيد بيسألك كذا أنت حسنة محقق خمسة وعشرين أو ثلاثين بس أنا أقول لأ بذلت للعناية بذلت للجهد أني أحقق الهدف المطلوب مني لكن ما تحقق من غير ما أكسر الغير أنا أطلع عيوبي وأقول ترى أنا أخطيت فيه كذا وأنا قصرت فيه كذا وإن شاء الله نصح أحفل جانب فلان أنا مجلس دارة يضغط عليه فيه جوانب كثيرة ويقول لي يروح جيب لك شركة استشارية من أبريكا لأبريطانيا عشان نتسوق عدل وتهاوش وإياهم إننا إحنا أحسن ناس نسوق وكل الناس نمدح وإحنا نعطي دورات وإحنا نعطي كذا وأنتم تقولوا لي أنتم فاشرين بالتسويق وكذا فيصير بس ما أروح أكسر الغير وأقول لا ترى إحنا أحسن لأن غيرنا سيئين لا بالعكس أمدح وبالعكس المؤسسة اللي أشوفها كانت تخفز وتعطينا روح المنافسة وإنزلت تروح له مزورهم أقولوا ترى أنتوا لي كنتوا تعطونا روح المنافسة نبيكم نبي أحد يعطينا أنه لا ترى في شيء لازم نسويه فترة بالإنسان يعني تحتاج شخصي نفسك أي لكن في ناس شي يصير لما يشوف اللي نفسك طاح يفرح يشعر أنه خلاص هو في القمة وما فيه حدوية بينما إذا أنت غايتك واضحة بالعكس حتى لو تشوف واحد أصغر جمعية وما صار لها سنتين وفاقتك تفرح لها لأنه بالنهاية غايتهم هو رضى الله عز وجل وتحقيق غاية المستفيد وخدمتهم دكتور أثر موضوع التواصل الاجتماعي على العمل الخيري ونخص جمعية حمومة بباشر يعني أنا متأكد أنه لجوانب إيجابية بس أيضا ودي نذكر الجوانب السلبية إذا كانت موجودة السوشيال ميت أو التواصل الاجتماعي إحنا بدينا فيه من بدايات 2010 تقريبا أو قبل هالفين إن شاء الله كموقع إلكتروني وكانت فكرة أخوي ماجد سلطان زعابي طرح على الوالد يمكن بالألفين وأربعة أن دكتور أنا ودي أسوي موقع لجمع التبرعات فكان وقته شي ما هو خوف إي خوف أنه فلوس متبرعين يضيع علينا مثل حين لما يطرح علينا مثل البلوكتشين وكذا شنو نحافظ على الفلوس المتبرعين ما يضيع وكذا فوقته كان الموقع الإلكتروني أنه يجمع التبرعات شي صعب بالألفين وعشرة تطبقت بالألفين وحد عشر حققت نتائج في مجاعة الصومال بداية تويتر إحنا من أول الناس اللي يعني شاركنا كجمعيات خيرية من الجمعيات خيرة إحنا من أول الناس شاركنا طلعنا استقرام دخلنا دخل سناب شات دخلنا أثرها والتحول اللي صار أنه قدرنا نواكب ثقافة الجيل اللي قاعد يكبر مع هال الوسائل وأثرها كان علينا أن صرنا من بداية استخدام وسائل التواصل هذه استخدمناها في جمع التبرعات اللي وصلنا في هالمرحلة أنه نجمع في يوم واحد خلال 12 ساعة خمسة ونص مليون دينار إن شاء الله هذه يعني آية طبعا ما صارت بيوم وليلة هي تدريج اشتراكم تجارب مع المتبرعين ولاء المتبرعين وثقتهم وبناء ثقتهم إلى أن وصلت إلى أن تكون في هذه أن يشاركون إياك في حملة من حملات 120 ألف متبرع هذا الرقم ما حد يحلم فيه بالتسعينات ولا بالثماني ولا حتى نحلم فيه حتى بداية الـ 2010 أن يشارك ويانا خلال 12 ساعة 120 ألف متبرع وتجمع مثلا خمسة مليون ولا ثلاثة مليون ولا ثني مليون هذا التحول صار أن اللي يمسكه والشغل ناس أهل صنعة وشباب ويفهمون عقلية الشباب اللي أمامهم ويفهمون أدوات استخدام هالقنوات اللي هي خطرة مثل ما هي إيجابية خطورتها بطبيعة تواصلك ومعايير تواصلك مع الناس هل تتواصل بلغة شعبية ولا بلغة رسمية شنو الأفضل لهم شنو طبيعة الردود أحيانا الردك يكون تهم عليك وينصاد وسكرين كابتر وينتشر الصورة اللي تحطها هل موافقة لمبادئك وقيمك ولا مخالفة يعني الحين أنا طبيعة البيئات اللي أشتغل فيها أن يكثر عندهم العري واللبس القصير ورقص الحريم احتفالياتهم في حفر أفتتاح البير أفتتاح المدرسة ولا شدي إحنا أنتصر لي مواقف أقول الحمد لله أنا ما في كاميرات قعد تصور لأنه موقف جدا حرج يعني تشوف اللبس ولا الرقص فتحاول توقفهم تحاول كذا لكن أنت عايش بيئة هذه احتفالاتهم هذه طريقة ثقافتهم فهل تأخذ هذه الصورة نفسها وتنقلها للمتبرعين لا الأمر مختلف تماما فأنت طريقة نقلك لحياتك اليومية هناك رح يكون في حساسية جدا كبيرة إذا ما نقلت بذكاء قد يكون ينعكس عليك أكثر لما تروح الحملة إغاثة والناس اللي جدامك مقطع ثيابهم ما عندهم أكل وأنت نفسك متأثر وتبتشي ولابسنا الضارة بمئتين دينار وساعة بثلاثمئة دينار والمال الرقبة أنت حاط لأعلى الماركات يعني أنت لبسك اللي عليك ألفين ثلاثة راف دينار وتقول حق الناس تبرعوا شنون رح يتفاعل معاك وأنت بهذه الطريقة شنون المستفيد نفسك قاعد طالعك أنت بالنظرة هذه وهو ما يعرف الماركات بس يعرف أن أنت ما أخذ ما أدريش يسمونه فل أوبشن يمكن أه مو أحسن واحد بس أولا فالأمر مختلف لابد أنك تتعامل بذكاء مع هالمشاريع حتى لو أنت تكشخ بالكويت وما حد يقول لنا حرام بس ما تطلع بالصورة هذه لا تصور حتى لو أنت مسافر على درجة درجة الأولى بالطيارة ومن حسابك الشخصي الناس ما تشوف نظرتك أن أنت مسافر من حسابك الشخصي إيه هذه العاملين عليها ها؟ هذه دائما الكلمة اللي تنقل عاملين عليها نهب فلوس المتبرعين وفنادق خمس نجوم أو خمس سيارات وفهم كذا هذه تنقل حسبكم إنها صفية النبي صلى الله عليه وسلم يبي يشيل الشك عن نفسه من الصحابة يقول لا تشكون أنا ما بيكم تضررون من الشك أنا واثق بالنفسي وهذه زوجتي حسبكم إنها صفية فأنا لازم أقولهم حسبكم أنا بالعمل الخيري الناس تطالعك بنظرة جدا مختلفة إذا شافت طريقة حياتك وقد تفهمها بصورة مختلفة فأنا يعني أقول وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين لا تستخدمها بالسياسة حياتك رؤية أنت فرد لكن تقع تمثل مؤسسة المؤسسة لا ترتبط بموقف سياسي مثلا بعض المؤسسات تتفاعل مع وفاة رئيس دولة من الدول وتحط عزاء طيب الدولة الثانية ليش ما حطيت إلها ها أنت عندش موقف من الدولة هذه فأنت أما تتعامل مع الكل بمعيار منصف أو تكون واضحا ليش حطيت لفلان وما حطيت لفلان بس دكتوري يعني فرضا العين وحساسية زادت على الجمعيات الخيرية أكثر من جهات ثانية أكيد أكثر من أجهات ثانية أكيد 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 لأن مطلوبة دكتور أذكر في مقابلة الوالد رحمة الله عليه ذكر أن لا أهوة ولا أولاده تقبلون أي نوع من أنواع الهدايا مش السبب شوف المبدأ هو أول شي مبدأ شرعي الشخص اللي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جباية الزكاة فقال هذه لكم وهذه لي فقام في الخطبة قال ما باله أقوام يقولون كذا وكذا أفلا جلس في بيت أمه يعني لو كان بيت أمه ما كان على رأس العمل هذا هل راح تجي الهدايا ما راح تجي فالأصل أنك ما تأخذ هذه الهدايا من ناحية شرعية ولو كانت بسيطة ولو كانت بسيطة يعني أنت تقبل حتى لو قبلتها وقعت في حرج وقبلتها كان الوالد عنده إعادة تدوير قوي حتى مرة يعني صار لموقف محرج واحد أعطاه صندوق بخور فراح دار 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 وبعدين أهدى الوالد صندوق البخور طلع حق واحد ونفس طلع له نفس اللي مهدي فقال ما شاء الله شا صدوق دكتور طلع طلع هو اللي مهدي ونس ناسي فالموقف محرج جدا فكان ثقافة عدت لكن هل كان يعيد تدوير كل الهدايا لا كان في بعض الهدايا مثلا إذا عجبتنا إحنا أو لا عجبت الوالدة وهذه نادرة جدا كان يقيمها بالسوق كم قيمتها ويتفع قيمتها للجمعية الشيء الثاني الخلط بين العمل الخيري والمصالح الشخصية هذه كانت عند الوالد فاصل كبير جدا وكان يقدر يصير ملياردير من الهدايا هذه سواء هدايا رؤساء الدول أو هدايا الحكومات أو هدايا الشيوخ القبائل هناك ممكن يهديك أرض يهديك قطيع بقار قطيع غنام الأراضي اللي كانت قيمتها بفلس وفلسين والحين قيمتها بعشر تالاف دولار وبعشرين ألف دولار للمتر كان يقدر يصير في مليونير لكن كان مباشرة الأرض تسجل باسم الجمعية ما تسجل باسمه كان يقدر يستثمر من الفلوس الشخصية هناك ومن استثماره يحقق ملايين لكن كان فاصل عنده بين العمل الخيري والعمل الاستثماري علاقاته مع كبار التجار اللي تعطيه دولار أو دينار يرجع لكياء عشر دنانير ما استثمروا إياهم ولا دخل ولا بنى علاقاته مع المتبرعين خلاها علاقة استثمارية أو علاقة كذا دكتور أنت حكيت شهادتك بالوالد مجروحة رحمة الله عليه بس من عشرتك مع شلي خلى الدكتور عبد الحماس ميت الشخص اللي يضرب فيه المثل بالزهد والعمل خيري وحبه للإسلام وحبه للفقير شلي وصله لهذا المقام أرجع لتوفيق الله عز وجل أنه يصطفي من عبادة من شاء لهذه الأعمال لكن إن يعلم الله في قلوبكم خير ويؤتكم خيرا أعتقد أنه في قلبه خير كبير جدا وهالخير يزداد مع العطاء فهو أول ما بده وهو صغير أنه البيئة محافظة ما هي متدينة ذاك التدين الكبير لكن محافظة أقصد يعني محافظة بكل تفاصيلها الصلاة في المسجد العلاقة الأسرية العلاقة مع الغير فالوالد رحمة الله عليه بدأ من صغرة متأثر في المسجد وعلاقتها بالمسجد كانت جدا عالية وهو صغير يسمونه مطوع زاد إلى نوصل الثانوية كان عنده ربع دخل بالكشافة الكشافة أثرت على شخصيته وعلى تفكيره ونضجه كان عنده صحبة جدا صالحة ويساعدونه على الخير وكانوا يعني يتناقشون دايما شون يثبتون بعض وشون يزيدون الخير لين دخل الجامعة ويزداد عنده حس الدعوة وحس النشاط الدعوي وراح لامريكا راح لكندا عفوا راح لكندا راح لبريطانيا وكل ما لو يزداد يقين أنه كل ما عطى رجع لهذا العطاء بشيء أكبر وحتى لو ما رجع له بشيء أكبر منظور وعنده إيمان أنه راح يرجع له بالآخرة فإحساسه أو معرفته بقيمة هذه الحياة وهو اللي يعني قاعد يعطيه هالزهد كل ما شاف التجار أنا الآن مع صغر سني اللي أنا قاعد أشوف مع كل زيارة أزور فيها واحد من كبار المتبرعين كبار سن أو كبار بحجم الأنفاق اللي ينفقه قاعد أخذ درس درس إنه هالإنسان شلون قاعد يتعب للدنيا بالمقابل العائد ترماه ذاك الزود يعني تم واحد من كبار المتبرعين قاعده إياه في مرض بجسمه مستعد أن يدفع فيها مليار دولار مجموعتهم عندهم سبع مليار دولار مستعد يدفع مليار دولار يقول بس لو ألقى علاج للي فيني للي فيني يشعر بألم وهو قادر فهنين تتعرف شنو الباقي شنو توزيع الله سبحانه وتعالى للنعم وعدل الله سبحانه وتعالى في توزيعه لهذه النعم فإذا ما عندك مال ترى عندك عافية إذا ما عندك عافية ترى عندك أهل إذا ما عندك أهل ترى عندك دين إذا ما عندك دين ترى ما في شيء يسوى فمعرفتك لقيمة الحياة ومعرفتك لعدل الله سبحانه وتعالى فهمك لرسائل الله سبحانه وتعالى هي اللي تخليك تزهد فيها الحياة وهالشي ترى ما كان ماشي معه طول حياته ترى يصير فيه تذبذب عنده يعني يضعف الإيمان عنده فترة من فترات أو تتحرك تفكيره من تفكير بالعمل الخيري لعمل استثماري لكن لما الله يوفقك بصحبة صالحة أو زوجة صالحة تضقك وتقولك أوعى أصحى ترمو هذا طريجك ولا هذا الطريج الذي اتفقنا عليه ارجع للطريج الثاني وهذا صار مع الوالد يتفتر مع ضجة الأسهم وصعود السوق إنه حطلة تنفل سهناك وبدأ يتابع صعود الأسهم يكلم ويشوف وسيصعد وبيعنا وشرينا سكتت الوالد فترة 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 قالت العبد الرحمن أصحى كانت معه على طول الدربي بروحات حياته ولو لا الله سبحانه وتعالى ثم هي ما ينجح النجاح يعني الصبر اللي صبرته ما هو سهل ما هو سهل صبر كبير كبير جدا 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 ولو نفرد لثلاث أربع حلقات ما يخلص سأل الله يضول بعمرها ويثبتها الصبر اللي صبرته ما هو سهل الصبر على تربيتنا على أفراغنا على أفراغ ريلها على سفراتنا هناك ترى السفرات ما هي يعني هي قد تكون سعيدة لنا كأطفال ما نحس بالتعب لكن المشقة اللي عليها ما هي سهلة الداري ريلها ولا الداري عيالها ولا الداري الطبخ ولا الداري ما في أكل هناك ينوكل ولا مطاعم ولا مولات بحيث أن تونس عيالها ولا توكلهم أكل نظيف كل شيء تسوي تقعد بالليل قبل صلاة الفير بساعتين تسوي الريوق والغد عشان نمشي طريق 16-17 ساعة فهذا شيء ما هو سهل بالإضافة قيام بحق زوجها قيام بحق عيالها قيام بحق ربها فإن الإنسان يكون معاه سند مثل هالسند يكون معين له كبير مع ذلك يقولك يعني هو كان زاهد كان فاهم حقيقة الحياة مع ذلك كان التغير عليه بعض الأمور فترات ويرجع الله سبحانه وتعالي وفقا مني ذكره ويرجع لي أو يسل لموقفي ذكره أنت تمر بنفس اللي كان مر فيه أكثر بعد وش اللي يردك طبيعة الإنسان يتأثر باللي حوله يعني الشهوات الشبهات اللي موجودة حب المال حب العيال يعني ترى السفر أني أروح أسافر أفريقي واترك عيالي ما هي سهلة عليه حيل حيل متعلق فيهم وقد ما يبين على مشاعر الخارجية لكن أنا داخل قاعد تقطع وانتظر متى الوقت اللي أرجع فيه حتى أنا أقعدوا إياهم ترك والدتك أنك تروح هناك وتخليها نفس الشي ما هو سهل أحياناً لما تشوف ربعك شروا السيارات الكبيرة والفخمة وبنى ورواتبهم يمكن ضعف راتبك مرتين ثلاث مرات أربع مرات أيك الشيطان أحياناً خليك تفكر بس ترجع الحقيقة أنه لا أنت اللي فيه ما ينشرب فلوس ما ينشرب فلوس كلش يعني لو صار عندك راتبهم وعش رضعف راتبهم ما رح تقدر أتحقق نفس الأثر اللي تحقق ونت موجود فيه المكان أنا لو أدفع فلوس على هالمكان وأقترض وأتدين عشان أصير في هالمكان كان مستحق لهذا الشي صديق الدكتور أنا سمعت حشوة مرة قال هاي شخص أعتقد أنه غربي فيمكن ترجمة ما تكون دقيقة بس كان يقول بأن العمل الخيري أنا أسوي وهو فعل أناني لأن أنا لما أسوي جزء كبير من هذا العمل يعود على نفسي أنا قاعد أسعد نفسي أكثر من ما أبي السعادة لغيري هذه مصيبة هذه مصيبة لأن إذا ما حصل السعادة رح يتوقف عن انفاق إذا ما حصل السعادة رح يتوقف عن التطوع إذا ما حصل السعادة رح يتوقف عن العطاء فأني أربط فعلا أناني هو وقد يكون بحسن نية هو قاعد يحط هذا الشيء أنا أسوي عشان يرجع لي لا إحنا عندنا الأصل أنك تسوي مو عشان يرجع لك الآن قد يرجع لك الآن وقد ما يرجع لك هو كان يتكلم مو أنه ممكن شيء يرجع لي كثير ما أنه الشعور هو شعور أنه يرجع له هي يرجع له هو يقصد أنه ترجع له السعادة مقابل عطاء طيئ إذا ما يتلك السعادة إذا أنفقت أنفقت وما يتلك وتصير ترى هو مو شرط ولا عهد بينك وبين الله سبحانه وتعالى أنك تنفق الآن تلك السعادة باتر قتيك بعيالك إيجابية قتيك برزق إيجابي قتيك بالآخرة فالتعامل مع الله سبحانه وتعالى لازم نفهم عدل والتعامل فيها الدنيا لازم نفهم عدل أنه مو كل شيء بمقابل المقابل ما يكون بالدنيا قد يكون بالآخرة لذلك أنا والله أشفق على لي يروح للتطوع بهدف أن يحصل السعادة أو شغف التطوع حتى أن يحصل السعادة لا السعادة مو شرط أن تكونني السعادة قد تكون في الآخرة وهذا اللي يخلين نحن نتجاوز بعد الله سبحانه وتعالى كثير من العقبات اللي يمر عليها والتحديات أن عبد الله ترى القيمة مهني والثناء مهني يعني لو أنت قاعد تشتغل فيها الشغل والطقية كم كل صوب اتهام بالذمة المالية اتهام بالشرف اتهام 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 شي اللي يخليك تصبر مو موضوع تحدي معاهم أن أنا قبلت التحدي معاهم وراح أغلبهم وكسر لا أدري أن ما عند الله سبحانه وتعالى خير فهذا يخلينا نصبر فأشفق جدا على اللي يفكر تفكيرنا مقابل سعادة ومقابل كذا بس تكتور اليوم العالم متصل ببعضها أكثر من أي وقت مضح التكنولوجيا زادت العمل الخيري صار لسنين شغل بأفريقيا ومن عديد من الجمعيات الخيرية في ناس ليليوم ما اسمعوا بالإسلام موجود مع كل عمل مو بس أن تكلم عن المباشرة كل الجمعيات الخيرية صحيح كل القنوات الإعلامية كل السوشيال ميديا كل كذا في ناس نحي ما وصلوا ماشي الدكتور شون توصلون حق هالقرأ مجرد بس تاخد سيارتك وتشوف قرية على دربك توقف عندها وشون يصير تخطيطك من الموضوع لا هي مو جولة عشوائية وأي مكان أوقف فيه وادعو لله سبحانه وتعالى إحنا عندنا نستهدف مناطق معينة وفق جدولة زمنية نمشي فيها على هذه المناطق ومتى نوصل لهم وقبل ما أروح إذا أنا رايح هناك إذا مو موظفين أو العاملين في العون الباشر موجودين هناك إذا رحت إلى هناك لازم نقبلها بثلاثة يام نروح ينبلغون القرية أنا ترى إيكم وفد من دول الخليج وترى عندهم كذا ورح يتكلمون معاكم عن كذا فكأن استئذان منهم استئذان منهم وإحنا نعرف بروتوكولات هم يعلموننا شلون ترى راح يكون كذا شلون عندكنا مثال على البروتوكول هي يعني طريقة دخولك للقصر القصر أنا ما أقول القصر هو عبارة عن كوخ أكبر من أكواخ الثانية في ملك القرية أو ملك القبيلة فلما تدخل شلون طريقة السلام هل تبدأ بالملك ولا تبدأ باليمين شلون تقعد شلون تسولف شلون تستئذن بالخروج شلون طبيعة الكلام اللي تقوله ففيه بروتوكولات لكل قبيلة من القبائل أو قرية من القرى أنك شون تتعاملوا إياهم فلا بد أنك تخطط قبلها قد يكون ترسل قبلك مشاريع تسوى وبعدين تروح أو أنت تروح أول بعدين تلحقها مشاريع كل هذه يعني مدروسة ومحسوبة وفق بيئة كل قرية من القرى بس هم دكتور أنا سمعت المقابلة الوالد يتكلم عن الأقزام بأفريقية هدوش قصتهم؟ الأقزام هي قبيلة من القبائل موجودة في أفريقيا الوسطى موجودة في دول ثانية لكن أكثر شيء في أفريقيا الوسطى أحجامهم صغيرة جدا ويعيشون من عزلين عن المجتمع فاستهدفهم الوالد رحمة الله عليه دعويا وسوينا معهم مشاريع ومن ضمن المشاريع اللي سويناه سوينا مركز الأيتام عندهم بس عفوا دكتور هم موضوع جيني يعني إنه ما أي أي جيني وسوينا مركز الأيتام عندهم وكثير منهم دخلوا بالإسلام الحمد لله والمشروع اللي سويناه عندهم كان من أحد المشاريع اللي ما نجحنا فيها بسبب؟ بسبب أن صار في حرب دينية موجودة هناك وكانت طبيعة الجهة المعادية أو العقيدة المعادية شرسة جدا فاتخلت المركز وهدمت كل المركز ما خلت فيه إلا 27 طوبة بس أوف أي في أشياء من التجارب اللي أخذناها من المراكز كذلك أو من المشاريع اللي تعلمنا منها أن لا تسوي مشروع بناء على احتياج المتبرع ولا على فكرتك واحتياجك تأكد أن المستفيد يرغب بهذا المشروع أو قابل أن تسويه المشروع عنده فأنت ما تعطي أولوياتك تشوف شن أولويات ولازم تنفذها هذي يسمونها في العمل المؤسسي على موضوع خدمة العملة وقبول الانديوزر أو الشخص المستفيد النهائي يعني لا تبني لمسيد بمواصفاتك ممكن مواصفاتها هو أحسن لا تبني لبيت وهو ما يبي البيت وهو يبي مستوصف يعني لازم تعرف شن أولوياته لما تبني لبيت بتصميمك أنت العربي يبني لعشة يمي البيت ويسكن بالعشة ويخلي البيت مستودع حق البهاي تصير لهذه ايه يا الله يكرمكم ايه تصير وايد انت ما شفتشون أولوياته انت عي مستانس انك تبي تسوي شيزين لكنه ترى بأولوياتك ما هو أولوياته قصة القرية السكرانة ايه عزيز دكتور دائما يسأل لي قول يسأل الدكتور عن موضوع القرية السكرانة شنو قصتها هذي هذا مثل ما ذكرت ان احنا قبل ثلاثة ايام اندزل القرية تراياكم وافترح يزورونكم فكنا في مدغش غرد على ما نوصل القرية هذه تقريبا ثلاث ساعات بالسيارة وصلنا قريبا من القرية ما نقدر نوصل لها بالسيارة ننزل ماشي ونعبر نهر وبعدين نصعد لهم بعدها التعب يوم وصلنا للقرية شفنا والقرية عندهم احتفالية شي اللي صاير قالوا هذا واحد من أهل القرية ياب الولد العاشر واذا ياب الولد العاشر لازم يذبحون بقرة ويوزعون الخمر ويحتفلون بالولد العاشر فإحنا يناهم وهم بقمة سكرهم فتناقشنا ندعوهم والحين كنا نعمل على أساس دعوة الإسلام وكذا ندعوهم شون تعامل مع السكارة فقلنا لهم ممكن أن نقعدوا إياكم قالوا حياكم تفضل استنسين وقعدوا هنا بكوخ صغير يمكن أربعة بستة قاعدين في أربعين واحد أو خمسة ثلاثين واحد ومنزاحمين يعني ركبة بركبة إحنا صايرين بالواجهة وهم صايرين أمامنا يعني وأنا بالطرف هنا أشوى يمي فتحة باب ويمي واحد سكران فبدأي تعرفوا نفسي أنا أخوكم عبدالله سميد طبيب بيضر أنا فلان فلاني أستاذ في كذا أنا فلان فلاني محامي أو قانوني أو قاضي وأنا فلان وبدأي ننكلمهم عن الإسلام وأنا هذا اليمي ماسك وياه دكتاري دكتاري وحلجة بخشمي وسكرتكم على مستوى عالي من قسم السكر ثقيل 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 بريحته يعني المهم خلصنا قامت واحدة منهم قال أنتم تستغلون الناس سكارة تغيرون دينهم تغيرون كذا هذه أجنبية ولا واحدة منهم لا لا واحدة منهم بس كانت واعية شوي ما هي سكرانة حيل فتشاورنا قال لي جماعة خلونا نمشي لأن ما نبي نسوي مشاكل وقد يكون قرار ما هو سليم طلعنا من الكوخ بدنا نترنح من الريحة من قوة الريحة أمسك اليمي يمسك اليمي يمسك اليمي نزال حين وصلنا خلاص للقرية والطريج ورانا ثلاث ساعات فقال لنا داعي أش رايكم نوديكم نهر قريب هنا حلو يعني جميل صافي يمر على صخور صافية فالماء ينقي حيل وحلو أنكم تصبحون فيه كان وقت الجو حار ورطب فقلنا بسم الله نروح مشينا بالسيارة لين شفنا اثنين محليين فقلنا لهم وين النهر قالوا نركب وياكم وندليكم ورحنا النهر أول ما وصل للنهر مشه هذي الواحد ممكن عمره عشر سنوات أو اثنى عشر سنة واخوه أربعة عشر 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 سنة عشر سنة فمشه وجد دامنا كان يفسخ بلوستا يفسخ بنطلونة ولا ملابس شي يا فلان يا الصغير هم نفس الشي يفسخ البنطلونة ولا لابس فصخ كان يسترخوه ويو طبوا جد دامنا بالنهر هاي الجماعة تسبحون تسبحون مشكلة الطب هنا تطلع بعد يمكن عشرين متر بسبب جرايان الماء وسرعته فسبحنا بذيك السبحة وكانت جدا ممتعة لنا الماء البارد وكذا بس يعني فعلا يعطيك موقف بهالزيارة اللي جد دامك هل قاعد يستوعب الكلام اللي تقوله ولا لا وهل انت تفقه في عادات وتقاليد هالناس ولا لا ضروري انك تكون عندك معرفة بالناس اللي التعامل معاهم اولوياتهم وغيرها يعني موقف من الواقف واحد يقوله كان مستعدا تدخل بالاسلام لكني احب الخمر انت ممكن تقوله لا الخمر حرام ولازم تترك الخمر عشان تدخل بالاسلام لا يا اخي ادخل وبعدين هذي انت على جوية وبعضهم يعني موقف شفنا الواحد شايب طلبه غريب يقول انت هو الاسلام تحرمون الجيف وانا استلذ بأكل الجيف تقدر تقوله حرام وما تدخل لا لازم تترك الجيف حتى تدخل بالاسلام ادخل بالاسلام ان شاء الله رب يتوب عليك وهذا الايمان يعني شوي شوي يزاحم الى ان تطلع فالمواقف يعني جدا كثيرة في انك شون تتعامل مع المواقف الواقعية هناك غير عن التنظير اللي ممكن انك تنظره في مكانك دكتور اذا اليوم نقول عندك فرصة انك توضح للناس تعتقد مغالطة عندهم اياها على جمعية المباشر العمل الخيري بشكل عام شنو الشي اللي وديك توضحه والله اشياء كثيرة يعني لكن اهمها هو الجانب المالي لما نتكلم على الجانب المالي وهو يعني الدينمو الكبير مع الجمعيات الخيرية لازم تعرف انت دينارك وين قاعد تحطه ومن حقك انك تتابع هالدينار شو صار له وين راح وين صرف ومن حقك تعرف شو كثر بقى من هالدينار وشو كثر اخذ من هالدينار ولازم الوعي يكون عندك عالي وترى محاسبتك هو مو خطأ انت قاعد تزيد نضج العمل الخيري نصيحة انك لا تلقي اتهامات وانت ما رح تزرتهم لا تلقي اتهامات وانت ما رح تلميدان وزرت المشاريع اللي هناك وشفتها بعينك يعني فعلا والله يكسرون خاطر اللي قاعد يقضون الاتهامات وقد يكون بعضهم بحسنية وبعضهم بسوء طوية انه يلقي اتهامات على العمل الخيري وهذا يعني ما شوف لانه خذلا من الله سبحانه وتعالى لانه اصبح هو يرفع راية منع العمل الخيري لكن انا عجبني واحد من متبرعين كبار متبرعين ما كان متبرعه اخوه تبرع لنا بوقف كاتبه وصيطه توفي اخوه ورحمة الله عليه واخذنا من الوصية الفلوس اللي تخص العون المباشر وبدأنا نشتغل بها الفلوس واندز تقارير لاخوه اللي ما هم متبرع لنا سنة سنتين ثلاث ثالث سنة دق عليه قال لي وين تقريره كتجاهز بس اسبوع ان شاء الله يكون عندك دازلت التقرير يعني قال شوفاني كل اربع شغلات الشغلة الاولى يقولون انتو تبوقون بالعاملين عليها تدي بها الصراحة الشغلة الثانية انا بيتأكد ان فعلا هالتقارير قاعد دزونها تعكس الواقع ولا انتو قاعد تبالغون وتمثلون علينا الشغلة الثالثة بعرف شنون قاعد تديرونها العمل انتو تدعين نميزانتكم كذا الشغلة الرابعة بعرف كم مصاريفكم الادارية الشغلة الخامسة اذا شغلكم صح والكلام اللي قاعد تقول لك كلها صح انا بيبعيالي يدربون عندكم على ادارة المشروع فقاعدت وياه ساعة ونص شرحت لتفاصيل العمل بما فيها الافراد الرواتب قال لك هم مصاريفكم الادارية قلت لهذا الموقع الالكتروني طلعت له بالتلفزيون قلت له لايف الحين ترى انا مو شيء مسوي لك وتقدر تقلم التلفونك هذه مصاريفنا هذه مصاريفنا الادارية هذا شغلنا هذا كذا فشافها بنفسه وريت الهيكل التنظيمي بالكامل عطيته جواب لكل اسئلته بالنهاية قال عبدالله الان اعتبرني انا سفيركم في الدواوين واقدر اتكلم عنكم بالنهاية يقول ربعي اللي كانوا يلقون التهم عليكم قلت لهم يا جماعة امشوا معاي قالوا لا اشنا هم شيء هذه الحرامية وهذه الكذا فالناس قاعدة تلقي التهم وفي ناس الدافع في ناس ما عندهم معلومة عشان الدافع واحنا مقصرين كتمعيات خيرية وكعمل خيري ان نظهر ممارساتنا للناس وننتواصل معهم تواصل ايجابي مع كل اللي سوينا احنا سوينا واي جهد كبير ويشكر وانا اشكر نفسي واشكر المتبرعين واشكر الموظفين واشكر العاملين بالعمل الخيري على الجهود اللي سويناها لكن مع ذلك اقول احنا مقصرين في التواصل مع الناس والوصول لهم ان نوضح لهم شنو طبيعة العمل الخيري الكويتي وشنو ممارساته اللي فعلا تفوق كثير من ممارسات القطاع الخاص والقطاع الحكومي وتجاوزتها في كثير من ممارساتها اللي لم تكن كل ممارساتها هي عبارة عن تجاوز لممارسات القطاع الحكومي وقطاع الخاص فعلا افخر باللي صار واعتقد ان الفرص اللي متاحة امامنا وايد كبيرة وكثيرة ممكن نحقق فيها نتاج افضل العمل الخير دكتور نزين على جانب شخصي عندك حلم لأفريقيا وودك تشوفه اتمنى اليوم اللي ما اشوف في عبودية لا سورية ولا حقيقية ان الناس نقايمة بنفسها وتقرر بقرارات نفسها التوجه اللي تبي وانا تكون متحققة فيها عبودية لا عز وجل في كل امورها اقتصاديا علميا تمكين اتكلم تمكين اقتصادي تمكين علمي تمكين سياسي تمكين كل هالأمور ولو اني انا ما ادخل بالسياسة مباشرة ولا اتعامل فيها حتى بصورة لكن بس تفهم سياسة تفريقية دكتور حنا اعتقد ان يعني نفهم والله ببحره يعني اقولك كل ما كل ما كل ما حاولت اني اتعلم زيادة فهمت ان الامر وايد اوسع يعني انت قطرة في بحر اللي قاعد تسوي وانت اللي قاعد تفهم وتدعي انك فاهمة تراه ولا شي مقابل السياسات العالمية وسياسات الدول وفهمها يعني مجرد كتاب واحد تقرأ يغير تصورك بالكامل عن من خبير من الخبراء البنك الدولي ولو الصندوق النقد الدولي يغير تصورك عن التعامل اللي تتعامل فيه بافريقيا لذلك يقول الدروشة راح وقتها عملية مجرد العاطفة راح وقتها العمل لازم يكون احترافي ولازم يكون وفق فهم وبصيرة عن الواقع اللي هناك من المنافسين لك هناك وشنو اللي يحاك لك هناك وشلون تحقق اعظم اثر بافضل ممارسات ممكنة شلون تعظم اثر هذا الدينار كل هالامور لازم واحد يفكر فيها ويشتغل فيها يعني باحترافية عالية من منطلق الاحسان اللي انتكلم عنها اليوم الدكتور ذكرنا عدة مرات الناس يتخرجوا على اي جمعية العلم مباشر ابرز النماذج اليوم موجودة شوف احنا عندنا ثلاث مخرجات من التعليم في مخرج اللي يدرسوا في مدارسنا وفي مخرج اللي احنا كفلناهم بالتعليم سواء ندرسوا في مدارسنا وخارج مدارسنا في نموذج ايتامنا المخرجات يكفي انك تسافر اي دولة وتلبس ستيري العون وشعار العون راح شوف كذا واحد يسلم عليك ويقول لك انا من اما انا من عيال اما اما يعني شنه افريكا مسلم اجنسي اللي هي لجنة مسلمية افريقيا ويعرف انها تغيرت الى داييركت ايد لكن ولاؤهم ليل حين على اسم القديم اما افريكا مسلم اجنسي فتروح بنك تشوف واحد فاتح لنافذة اسلامية وخريج تروح القاضي القاضي يقول لك ترانا من عيال العون الباشر تروح وزير التعليم العالي في تشاد يقول لنا الحمد للأبناءكم اللي كفلتوني انا خريج المركز الكويتي تروح الوزير الصحة يقول لك نفس الكلام في تشاد بعد في تشاد تروح الوزير الاراضي يقول لنا احد موظفينكم هذه الصورة الرابعة احنا قلنا الكفالة التعليمية او درسه بمدارسك او كفالة ايتام او ان موظف عندك وتقلد مناصب في الدولة الان اصبح سياسي كبير الصومال تقريبا نص الموجود حاليا لقود الدولة هم من اللي درسه بمدارس العون او كان من موظفي العون او العاملي مع العون او تأثر رئيس الوزراء الصومالي اكفلت العون الباشر في الدراسة خارج الصومال والان هو رئيس وزارة الصومال ويفخر بهذا الشيء زرنا قبل تقريبا اربع شهور كان عندنا زيارة للصومال لمتابعة الجامعات فصار لقاء وياه وفرحان يعني يفتخر انه من احد ابناء العون الباشر اللي كفلتهم العون في دراستهم الان تخرجوا وكثير الامثلة انا ما اتكلم فقط على مناصب سياسية اتكلم على طباء اتكلم على مؤثرين اتكلم على ناس اسسوا جمعيات خيرية محلية وبدوا يشتغلون وانجزوا وينما تروح في مطار في دائرة حكومية بالشارع ضابط يقولوا انا استفادوا اسرتي ولا انا استفت من مشارعكم فالأثر الحمد لله وايد منتشر ونحرص ان شاء الله انه يتعظم هذا الأثر ويكثر عدد هالمستفيدين انه خذوا الخدمة بصورة جيدة وغيرنا حالهم من حال الى حال افضل انا دكتور معلوش بس بس اليك السؤال مثل ما انطرح عليك تواب الدوانية اش قالوا قالوا على صار لكم اش شاء الله جمعية العون باش صار لها 40 سنة تقريبا وانتو تشتغلون وغيركم يشتغلون موضوع الابار يعني اسمح لي على السياق بس هو شدي انطرح ما انترست افريقيا افريقيا لليل يوم يعني اي انت خاف ان اتطيح بسبب يعني كثرة الحفر اللي موجودة هناك انا ولا ما لوم اللي يقول هالشيء هذا لانا ما عنده تصور كامل عن وضع افريقيا اول شيء افريقيا تجاوز عدد سكانها المليار نسمة افريقيا الحزام الوسطي هذا هي عبارة عن منطقة جافة ومحبوسة ما فيها مياه افريقيا هي بلد فقير اقتصاديا مع انه غني بثرواته اللي موجودة تحته لكن ما حصل انه استطاع انه يقوم على نفسه بسبب الاطماع اللي موجودة فيه لكن خلنجي على المياه انا ودي اضرب لك مثال او ارقام وانت تقيس هل الاحتياج ما زال موجود او لا كم حجم الاستهلاك اليومي للمواطن الخليجي انا وقفت على دراسة على الكويت والسعودية والامارات كم الاستهلاك اليومي الاستهلاك اليومي معدل ثلاثمائة الى اربعمائة لتر يوميا للفرد هذا استخدام المنزل مو الصناعات ولا المزارع استخدام الفرد ثلاثمائة لتر استهلاك يومي الى اربعمائة لتر المواطن الامريكي من اربعمائة الى ستمائة لتر الفرد الافريقي او قبل الفرد تم الحد الادنى اللي المفروض الشخص يكون عنده من المياه حتى يعيش حياة ما اقول طبيعية حياة ادنى درجات الحياة الطبيعية حسب ميثاق اسفير للعمل الانساني ان الانسان محتاج الى خمسة عشر لتر باليوم باليوم بحد ادنى ومقسم ان ثلاث لتر للشرب ستة لتر للاغتسال والنظافة وستة لتر للطبخ كم قاعد يحصل المواطن الافريقي في الاماكن اللي نحن نحفر فيها الابار متوسط اربعة لتر الى ستة ثلثة اللي يحتاجها ممكن يوصل لتسعة وبعض المناطق الغنية يوصل لها دعش ما يوصل لخمسة عشر فانت اذا بتضر المثال على النيجر النيجر خمسة وعشرين مليون نسمة اذا بتعطيهم الحد الادنى اللي هو خمسة عشر لتر فانت محتاج ثلاثمية وخمسة وسبعين مليون لتر باليوم حتى انك توفر لهم الابار اللي تحفر بسيطة وملوثة تروح الابار الاتوازية معيارنا في نجاح البير انه يكون اربع متر مكعب فما فوق يعني اربع الاف لتر في الساعة يطلع فبالعشر ساعات اللي هي الطاقة الشمسية يشتغل عشر ساعات بحد اقصى يعني اربعين الف لتر يعني محتاجين تسعة الاف وستمية بير ارتوازي كبير حتى انه يوفر المياه لخمسة وعشرين مليون نسمة في النيجر فقط تسعة الاف ستمية بير طيب لو بوفر لثلاثين لتر عشان يعيش حياة كريمة ويقدر يتنظف عدل ويتسبح ويغسل بيته ويغسل كذا احتاج ثمانت عشر الف بير لو فرضت انه عند حيوانات وعند زروع يبيسقيها ومزارع كبيرة لا نوصل الى 40 و50 الف بير فقط في النيجر فكيف بثلاثين دولة انا اعتقد انه اول شي نوعية الابار مؤثرة يعني لا اخذها بعدد الابار وانما بنوع الابار كثير من الابار هذه نضب كابار سطحية والابار اللي تحفر بطريقة خاطئة ما تحفر باحترافية ممكن تردم بعد فترة ولا يشتغل البير كمية المياه اللي تطلع من البير انا احفر بير بهالمنطقة ونفس جمعية اخرى تحفر في نفس المنطقة هذا يلقع يطلعون بعد سنة تشوف العداد هذا مطلع لثلاثين مليون لتر وهذا مطلع لخمسة مليون لتر الفرق ستة ضعاف وهنا يبين لك ليش فرق السعر هنا يكون البير بثلاثين ألف دينار وهذا البير بثمانة ألاف ألاعشر ألاف دينار يفرق الجودة يفرق العمق يفرق المواد المستخدمة يفرق فلسفة حفر البير وفيه علمه بروح مهما سورفت لك عنه أنا جاهل في هالجانب لأنه هناك مواصفات محددة طيب آبار سلبية نحفرها يعني الأحسان اللي انتكلم ألاف إلى سبع تلاف دينار عشان أوصل للطبقة وحط البايبات وأحمي البير بمواد أحطها حتى أن ماء يردم البير وبعدين لما أطلع الماء يطلع الماء ملوحتة عالية أضطرني أسكر البير لما يكون البير في مواد كبريتية عالية أو معادن لما يكون البير أنتاجه 2 متر مكعب أو 1 متر مكعب ونص أنا أعتبر البير فاشل وأسكره لأن خسارة على الناس وخسارة علينا ركب لبرج وركب لخزان وطاقة شمسية وركب لمضخة رح يكون شيء سلبي لهم فأضطرني أسكر البير وحفر لي بير ثاني في منطقة معني مستخدم أجهزة جيولوجية وعندي ثلاث أجهزة وثلاث مهندسين جيولوجيين مع ذلك هي تعطيك نسبة نجاح ما بين 65% و 75% آه بس أي فطبيعي يصبح عندك فشل بالآبار وحخصاً 10% من احتياج ورح نستمر في حفر الآبار ونحاول نجود نوعية الآبار اللي نحفرها وإحنا ماشيين في هالطريق ونزيد عدد الآبار بحيث أن من خلال هالآبار رح نقضي على الفقر بوجود مياه تسقي زروعهم بهايهم نقضي على الجهل أن الطفل بدل ما ينشغل بجلب المياه يروح المدرسة والبير ما يوصلهم ليقريتهم ونقضي على المرض لما نوفر له ماء نظيف لأن الماء اللي قاعد يشربها من نبير السطحي قاعد يسبب لا ضرر يسبب الكوليرا التفؤيد الملاريا الديدان الشريطية كلها تسبب لهم من هالمياه فإذا وفرتها ماء نظيف أنا قضيت بإذن الله سبحانه وتعالى وخففت المرض في هالقرى وفي دراسة كثيرة تثبت أن 80% من الأمراض الموجودة في هذه المناطق سبب هالمياه الملوثة فإحنا رح نستمر بحفر الآبار وراح نجود حفر الآبار وإن شاء الله يكون عمل مستدام لهؤلاء الناس إحنا ما نشعر في هذا الشيء لأنه عندنا مضخات تحلية ويوصلنا الماء إلى بيتنا فنقول مجرد حفر بير رح يعالج قرية لهم مو مجرد حفر بير بير كم يطلع من الماء وهل الماء نظيف ولا ما هو نظيف دكتور الحين من جانب المتبرع شنو أفضل طريقة أنا كمتبرع أستفيد من الدينار اللي أنا أصرفه في طريقة أفضل من الأخرى بنوع التبرع اللي أنا قاعد أتبرع فيه شنو الطريقة اللي تشوفها أنسب أول شيء هو عبارة عن تعامل مع الله سبحانه وتعالى والأثر اللي تحسبه ما في حساب مع الله سبحانه وتعالى لكن لما تشوف أنت ك فكرة تاجر التاجر يقول العائد على الاستثمار فأنت تحط العمارة كان من تعطيك 5-6% راح تحق حق 7% ما راح تروح حق بـ 5% إلا يعني بيظروف معينة فأنت الحين معا دينارك اللي تنفقه شوف وين تحصل أكبر عائد ممكن ممكن تفكر وتقول أنا أحط دينار بكل مشروع عشان يصير عندي مشاركة بكل المشاريع وممكن تقول أحط بير يعني أنا مثلا عندي 500 دينار أقدر أسوي لعشرة بار بـ 50 دينار وقدر أسوي لبير سطحي أفضل من بـ 50 دينار بـ 500 دينار لكن عمره ترى 5 سنوات وأحطه بهذا ولا أحطه ببير ارتوازي مساهمة البير ارتوازي مثلا قيمته 10.000-20.000 دينار لكن ينفع 2000 مستفيد وهذه كانت تنفع 200 مستفيد هذا البير السطحي عمره 5 سنوات هذا البير ارتوازي عمره مثلا 20 سنة فكذكاء بالعائد أنا لا أحطه به 20 ممكن يعطيني 2000 مستفيد وعمره افتراضي سنة وكذا أحطه ببير ارتوازي ولا أحطه بوقف الآبار وقف الآبار أخذ الفلوس وأستثمرها وسنويا أحطها مساهمة في عدة آبار ارتوازية من مساهمات الآبار بعد 20 سنة أنا كنت ساهمت بأكثر من 20 بير بدلا أنا كنت ساهمي في بير واحد تشهد لي 20 أرض أن أنا ساعت فيها بدلا ما تشهد لي أرض واحدة بدلا 2000 مستفيد ممكن يكون 40 ألف مستفيد لو نضب بير بيرين 3 أربع عندك 20 بير أنت اللي حفرتهم فالتفكير بهذه الطريقة وايد راح يكون يعني مفيد للمتبرع نفسه وللجمعية والأصل أن الواحد يكون ناصح لنفسه وناصح للغيرة في هالشي ممكن حتى بالأوقاف نفسه هل أحطها بوقف الآبار اللي تعود لي بـ 200 مستفيد ولا 2000 مستفيد ولا أحطها بوقف الاستدامة اللي ذكرنا أنه لغطي مصاريفكم لغطي مصاريف الإدارية الجمعية فأنت تشارك في كل أنشطة الجمعية ما في يتيم يكفل ما في قطرة ماي تشرب ما في شخص يتخل بالإسلام ما في قرآن يتلى ما في أي حركة تصير في هالجمعية اللي أنت مشارك فيها هذا وائد يا يزني المشروع دكتار تقدر تقول لنا وين واصل على الأقل ما أدري بنتو بلشته فيه صحيح احنا بلشنا فيه والحين تقريبا نواصلين 5% من المستهدف متوقع في 2021 إن شاء الله نحق إن شاء الله الغاية منها كم المبلغ المبلغ كبير جدا يعني تقريبا 110 مليون دينار اللي نحتاجه على فرضية أن العائد 5% حتى أن يكون عندك 5.5 مليون فالآن واصلين تقريبا إلى 5 مليون دينار تحققت هذه بأي نموذج خيري ولا تجربة خاصة في جمعية سنة المباشرة بنفس الطريقة لكن الأوقاف عندنا خبرة فيها وقف اليتيم وقف المداء التعليم الوقف الصحي الوقف العيون وقف المصاحف وقف الحج أفطارات الأضاحي هذه حققنا فيها نتائج وايد حلوة لكن ما صال عندنا وقف يغطي المصاريف الإدارية لأن القرصات اللي يتنا الحمد لله نجينا من عقوبها بس خوفك أن تيقرصة تنقطع أو تخف التبرعات وأنت عمل تسيير ما هو عمل إنشاءات فتحتاج إلى فتتخيل هذا المتبرع اللي بدال ما يستفيد من تبرعه خمسين مستفيد ولا مئتين ولا ألف يستفيد خمسة عشرين مليون بالسنة أنت خلال عشر سنوات يستفيد منك مئتين مليون نسمة ما في الناس كلهم تروح استدامة عشان ما توقف في الجامعية فإحنا الموازنة الموازنة زينة أن الواحد يكون له في كل مشروع بذرة دكتور جامعة الأول مباشر ذكرنا أن كان أكثر مرة دائما مرتبط اسمها بأفريقيا بس بعدين شفناها دخلت اليمن دخلت تركيا فليش وقع هالاختيار على هالدول هذه بالذات يعني في مجموعة كبيرة من الدول المسلمة محتاجة للتبرعات بس شمعنا هالدولتين هذه لما طلعت بأفريقيا رحت هنا الأحداث اللي قاعد تصير بالعالم مويد ولو استجابة الجمعية لكل حدث يصير راح ضيع بوصلتها ولا راح تقدر تشتغل بوصلتها لنفسها وبوصلتها ما المتبرعين وأمام حتى المستفيدين والجهات الرقابية فكان فيه مثل يعني عرف أن خلص إهي لجنة مسلمية أفريقيا أسمها فأي مختصة فقط في أفريقيا أي حدث يصير بالعالم إحنا على ثغر ولازم نسد هذا الثغر ما نشغل نفسنا وفيه ناس اللي مسخرهم لهذا الأمر لين صار الغزو العراقي 1990 تفرغوا ثلاثة من أعظام مجلس الإدارة اللي هو الوالد رحمة الله عليه الدكتور عبد الرحمن محيلان والدكتور إبراهيم الشاهين تفرغوا للعمل الخيري داخل الكويت والتحقوا بالهلال الأحمر للكويت وبدوا يشتغلون بالنشاط الصحي بالمستشفيات وغيرها فكان هذا أول تدخل خارج نطاق أفريقيا لكارثة من الكوارث اللي هي الغزو وهذا واجبهم كمواطنين وواجبهم كمسلمين وواجبهم بحكم استضافة الجمعية الدولة لهذه الجمعية إلى عام 2002 كان للوالد زيارة اليمن ووقته كان فيه نقاش أنه شلون نفتح مكتب في اليمن وكان فيه فترة من فترات حتى في واحدة من دول الخليج حالتها المادية ضعيفة فكان نفتح فيها مكتب ولما نفتح فكان مجرد نقاش في محاضر مجلس الإدارة مسماء أتخذ فيها قرار من 2002 في 2012 صارت بداية الأحداث في اليمن وزيادة الاحتياج فرح أرسلنا موفد من الكويت إلى اليمن وسوى دراسة كاملة وشاف الاحتياج وشاف فعلا أنه فيه احتياج كبير هناك الناس قاعد تموت وكذا وكان باب من أبواب اللي نعزي في أنفسنا أنه فيه جالية أفريقية كبيرة مهاجرة من الصومال من أثيوبيا من جيبوتي إلى اليمن ويعيشون هناك فإحنا هذا امتداد للخليج والكويت وامتداد لأفريقيا فرابط بينه وبين أفريقيا أن ندخل في اليمن بالفعل أخذ القرار للدخول في اليمن وكان تركيزنا في بداية أنه فقط نغطي المياه ما لنشغل بشيء ثاني آبار خزانات مضخات وغيرها صارت الأحداث السورية وصار في نداء من سمو الأمير في حين الشيخ صباح أن كل الجمعية الخيرية لا بد تدخل فدخلنا على حياء فقط فتحنا باب التبرع ولا أعلننا دخل بالجمعية مبلغ لا بس فيه حولنا الجمعية الكويتية اللي غاثة وهي نفذت هذا المشروع بحكم أننا عضاء في مجلس إدارة الجمعية الكويتية اللي غاثة بعدين بدت تجي الأحداث تتوالى لكن العون تركيزنا نحن على أفريقيا وما ندخل فيه من باب أنه ما نبين شتت لا نبين شتت المتبرع اتجاهنا لأننا خلاص ارتبط أن العون أفريقي أفريقي العون فلما تدخل العون في كل الحوادث والكوارث راح يصير ولا احنا نفهم في يعني لما نحن نقول فاهمين في أفريقيا ما ندعي أن نحن فاهمين بالكويت ولا فاهمين بسوريا ولا فاهمين لأن الثقافة مختلفة طريقة العمل الخيري مختلف أولويات مختلفة فصارت 2012 جمعنا التبرعات وسلمناها جمع الكويت لغاث ونفذتها في هنا إلى أن جاءت أحداث تفجير بيروت فصارت كارثة كبيرة ومفاجأة إلى الجميع وأخذ القرار بأننا ندخل في هذه الكارثة وأعلن إعلام بسيط وتم جمع التبرع وسلمناها جمع الكويت لغاث ونفذت وسلمنا أحد الشراكاء من منظمات الدولية وكذلك نفذت بعدها صارت أحداث ما تدخلنا فيها إلى أن صارت أحداث سوريا وتركيا الزلزال هنا وقفنا وقفة جادة أنه لا بد أن نحن يكون عندنا طريقة واضحة في التعامل مع الكوارث اللي قاعد تعدث في العالم أما أننا نسكر الباب ونقول نحن ما نشتغل أما أننا نحدد معايير تدخلنا الخارجي فأخذ القرار مجلس الإدارة أننا أي كارثة تحصل سواء كارثة طبيعية أو كارثة من حروب لا بد أن يكون لنا تدخل فيها وتدخلنا يكون بطريقة آتية أننا نعلن عن جمع التبرع ونعلن أننا سنسلم هذا التبرع عليه الجمعية الكويتية الإغاثة أو أحد شركان الرئيسيين وهم من سيقوم بالتنفيذ بإشراف العون البشر لكن ليس ليس شرطا أن يكون إشراف ميداني لأننا نحن مشغولين بفريقيا ويكون تدخلناه إغاثي وليس تلموي فإحنا ندخل الحملة الجمع وتخطيط الأنفاق والأنفاق خلال شهر بالكثير ثلاثة شهور ما نتجاوزه ولا يكون عندنا أحد متفرغ لهذا الجانب وإنما شريكنا هو المنفذ بهالطريقة كون أنا مركز على شغلي وساهمت في هذه الكارثة لأن مسؤولية علي كبيرة جدا ثقة الناس بالجمعية وجودي في هذه الحملة يعزز ثقة الناس في هذه الحملة إعلاني لهذه الحملة تخلي الناس اللي كانت متوقفة وخايفة تبدأ تنفق فيصير الأنفاق فيها وتصير من ضمن الأشياء اللي صارت فزع لكويت أيام كورونا أول ما صارت الكورونا نحن مختبصية صراحة نحن أفريقيا ما عندنا فلوس حق الكويت ولا عندنا فلوس حق مكان ثاني من أين ننفق فبدأينا بيتدخل ما يكلفنا فلوس ساعدنا المطاحن في توصيل المونة من المطاحن الرئيسية إلى مقرات التموين بعدين سوينا حملة بنك الدم صار فيه شح في الدم في بنك الدم سوينا حملة بالعون ونظمناها ورتبناها وجمعنا أعدد كبير من المتطوعين وتبرعوا بالدم ورفعنا من الخط الأحمر إلى نوصل الخط الأخضر في بنك الدم بعدين صار لازم تساهم فدخلنا بحملة فزع الكويت وفضل الله سبحانه وتعالى إن حققنا نسبة كبيرة من الحملة كانت لصالح العون نسبة أكبر لكن لما ينام التنفيذ نحن لا نفهم الكويت نحن نفهم بأفريقيا وأولويات أفريقي وكفية العمل في أفريقيا فبدأنا نقعد مع شركانة سواء كانوا فرق تطوعية أو جمعيات خيرية أو حتى جهات حكومية شلون نقدر نشتغل وننفق هذا المال وفق مراد المتبرع والحمد لله إنها عدت وكتسبنا فيها ثقافة وخبرة لكن بالنهاية أنا أقول كلهم ميسر واللي ما خرق له أنت تفهم في صنعتك خلك في صنعتك لا تتجاوزها تروح صنعة ثانية في ناس تفهم بالكويت خلكم بالكويت واشتغلوا بالكويت ولا تطلعوا بره أنت تفاهم في شرقاسيا خلك في شرقاسيا أنت تفاهم في سوريا وشمال دول الشمال هذه دول الشام سوريا والأردن واللبنان اشتغل هناك أنت تفاهم في فلسطين لا تشتت نفسك وتدعي أنك تفهم في كل الدول لأن كل دولة لها أولويات لها ثقافة وأن أعتقد هذه الميزة التي صارت عند العون من الأشياء المضحكة التي تحدث أن جمعية خيرية تسوي حملة لجمع التبرعات لصالح أحد الدول الأفريقية لحفر الآبار التبرعات تتين نحن ويتفاعلون الناس وليان خلاص الحملة اللي تخص من يطلع لبشرة السمرة خلاص العون الباشر فالتبرعات تتيننا فنحس أن أحيانا ما ندري عن الحملة لما سويتها الجمعية بس نحس فيه زيادة بالتبرعات لما نشيك نعرف أن هناك حملة صائرة بالجمعية الفلانية فالارتباط هذا ارتباط إيجابي وتخصصي وأصبحت أنا مرجعية لأفريقيا على مستوى الحكومة على مستوى الجمعيات الخيرية أنت بتشتغل في أفريقيا على مستوى حتى الجهات المحلية التي تشتغلهاك على مستوى المنظمات الدولية أنا شريك أساسي ويعرفون أن العون الباشر أفريقي وإذا ذكروا أفريقي لا بد العون الباشر تكون حاضرة في هذا الجانب لكن عفوا دكتور يعني يمنع هذا بأن أنت تنقلون خبراتكم للكويت يعني هناك ناس تقول لك حجم التبرعات التي تصير برمضان أنا لا تكلم عن المباشرة أتكلم عن جميع الجمعيات الخيرية لو سخرت هذه الأموال سنة واحدة من الأسنين في الكويت أنت عندك خضايا إنسانية في الكويت عندك البدون منهم غير قادر على دفع رسوم التعليم عندك حالات نسانية للوافدين عندك مواطنين ففي ناس تفهم صراحة وجهة نظرهم يشوف المبالغ اللي تصرف يقول يا أخي يصرفوها سنة مرة واحدة في الكويت تحلوهم مشاكل ناس وايد من وجهة نظرة أولى لأن هذول الناس متعيشين معانا بيننا فمن الأولى نحل مشاكلهم وهم قبل لأن توسع نطلع برد وزايد هذا الدعاء نحن في فترة كورونا الجمعيات الخيرية جمعت تقريبا حروة 12 مليون دينار بـ 12 ساعة الـ 12 مليون تصرف شيء منها بالقطاع الصحي تصرف شيء بالقطاع الأسر المتعفف تصرف الاحتياج اللي موجود فعليا بالكويت ما تقدر تقطي جمعيات كل ميزانية الجمعيات الخيرية لو أنفقت ميزانيتها على الاحتياج الحالي السنة الجاية رح أرجعوا محتاجين فالقضية ما هو حل سحر بيد الجمعيات الخيرية وإنما هو حل على مستوى كبير ممكن أن يعني وترى الفقر ما في دولة بالعالم ما فيها فقير حتى الدول اللي هي أغنى من الكويت بمئات المرات فيها فقراء فالحل ما هو بس بالأنفاق أنه أنفق الحل أنك تغير ثقافة الفقير نفسه أو المحتاج الحل أنك تمكن هذا الفقير ما يكون مثل ما ذكرنا قبل شوية أنك توصل للجيل الثاني والثالث وانت قاعد تنفق عليهم شلون تغيره من الاحتياج للإنتاج شلون تغيره ثقافة شلون تعلمه شلون أخوي يغير سلوكه وفهمه عن نفسه هذه كلها أمور محتاجة أنا أقولك كعمل خير نحن مقصرين في هالجانب أنه شلون نغير سلوك الشخص مو بس أن نعطيه مشروع تنموي أنه شلون غير تفكير عن نفسه أنا مو نجاح أني حفرت بير مدام حفرت بير وهو ليح يمكنك البير تقدر تزرع فيه أعلمه شلون يستفيد من هذا البير أكبر قدر ممكن فنرجع إلى الدعاء أن المئة مليون دينار ممكن تحل المشكلة بالكويت لا ما تحلها أنا عرف أحصائيات عن المديونين واللي عليهم ضبط وحضار شيء ما تغطي حتى يمكن ميزانية دول اللي عليه احتياج وما هو قادر يدرس عياله موجودين وكثرة فما رح يتغطى أن أحمل المسؤولية للجمعيات الخيرية فقط أنا أحمل المسؤولية للجمعيات وأحمل المسؤولية للحكومة وأحمل المسؤولية للفقير نفسه كل هؤلاء مسؤولين عن هالشيء فلا تحمل فقير شون يتحمل المسؤولية تحمل المسؤولية سلوكة سلوكة وأنا عرف يعني حالات كثيرة كان على راتبة 200 دينار يقول أنا فقير زاد راتبة 300 دينار فقير زاد راتبة 400 دينار فقير فالقضية ليس زيادة الدخل بقدر ما هي سياسة التعامل مع هالحياة سياسة الأنفاق سياسة إدارة المال سياسة إدارة المشر فأعتقد يعني الكل يتحمل المسؤولية غلط أن أحملها فقط للجمعيات الخيرية وقلوا تعالوا اشتغلوا كلكم بالداخل وانتوا راح تحلون المشكلة إذا ما كان في دور للحكومة إذا ما كان في دور للفقير نفسه عنده رغبة أن يغير بنفسه زكريا منه دكتور هذا نوع من أنواع التفكير اللي موجود يصدمك بأنه تفكير مغاير عن الشيء اللي يتفكر على الإنسان الأفريقي أنه فقير ومحتاج وطمعان بفلوس وطمعان بكذا هذا زكريا راح ننزور واحد من آبارنا واذكروا لنا الأخوة في المكتب أن هذا الشخص هو اللي أعطانا الأرض اللي نحفر فيها البير من ممتلكاتها الخاصة من منطقة غالية لأنها قريبة من العاصمة لكن الأحياء اللي حولها فقيرة لكن الأرض هذه غالية فشكرت قلت له السلام عليكم زكريا مشكور جزاك الله خير أنت شاركت معانا فيها البير وأنك تعطينا أرضك وأنا بشرك أن أشاركوا فيها البير 111 ألف متبرع من 58 دولة بالعالم قال الله أكبر 111 لو كل واحد منهم ساهم درهمين أو ثلاثة ممكن نبني في هذه الأرض مدارس وجامعة ابتدائي متوسط ثانية وجامعة قلت له ليش شن الأرض هذه فقل له هذه الأرض ملكي ورثتها عن أبي من ثلاثين سنة وأتوقع من الله سبحانه وتعالى أن يسخر لي من يبني هذه الأرض مدارس يتعلم فيها أهل المناطق اللي حولها قلت له أنت مدام عندك هالأرض ليش ما تبيعها تقول لي أخي أنا أسكن في غرفة غرفة واحدة وهذه الأرض لو أبيعها أشتري عمائر لكن أعلم أن هذه العمائر لن تلحقني في القبر وعلموا أن هذا القبر هو أول منزل سأسكنه حقيقي هذا المنزل اللي أنا فيه ليس منزل هو منزل مؤقت هي مزرعة هذه الدنيا مزرعة أول منزل حقيقي سأسكنه هو القبر فأريد أن يفسح لي في هذا القبر وأن أرى مكاني من الجنة لأن هذه العمائر لن تدخل معي في هذا القبر توقعنا أن يبالغ رح نزرنا بغرفته والغرفته تقريبا أربعة بأربعة زاوية فيها فراشة زاوية فيها مصلاة وزاوية الله يكرمكم الحمام وزاوية المدخل وحاط لعشة بره الغرفة يقعد فيها بالنهار قيمنا الأرض مالتا تقريبا كانت عشرين ألف متر مربع قيمتها مليار فرنك سيفة اللي هو يعادل ستمائة ألف دينار إن شاء الله صدمنا هذه الزكريا أول شيء في مفهومة للحياة يقول الناس يقولون عني مجنون وأنا لست مجنون أنا أعقل منهم وأنا أفهم هم لا يفهمون هم يريدون العاجلة وأنا أريد الآخرة كلام كان يعني بالعظم يعطينا تينا الله سايقنا لهالمكان في دولة مالي في أقصى غرب أفريقيا والروح على العاصمة بمسافة حتى ننقابل هالشخص اللي يعطيناه الرسائر اللي أنا الآن أنقلها لكم النشرون هالإنسان تحت الدنيا وتحت الستمائة ألف دينار وعايش بهالغرفة نحن ندعي أننا زهاد في هالدنيا لكن لا هذا الزكريا فاقنا بعشرات المرات وفهم الحياة عدل ويقول أتوقع من الله أن يسخر وأن هذه المباني تنبني وإن شاء الله تكون تعلم الناس الخير أو الدكتور أكيد ما في كلمة سرية بس من مع شرطك لها الناس من من الوالد من زكريا من المتبرعين اللي أنت تشوفهم الزهدين بالدنيا أكيد ماكو جواب واضح بس في عامل مشترك بينهم شغل أهم اللي قوها تعتقد اللي خلتهم ناس ساعدين في دنيتهم وطمعانين في آخرتهم أفهموا حقيقة الدنيا أفهموا أنه مرحلة هي ما هي دائمة وأن الحقيقة الدائمة أنه بعد بعد الوفاة الحياة السرمدية أما جنات وأما نار وشنو الجزاء اللي ينتظر الناس اللي صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فكل لما تصير غايتك واضحة وعايش وانت قاعد تشوف هالغاية كل ما دون هالغاية تعتبر دونه فلما تكون غايتك هي أنك تحقق العبودية اللي عز وجل أنك تحقق مرتبة الأحسان فشنو هذا سبك ولا هذا كتب فيك مقالة ولا هذا كتب فيك تغريدة ولا خسرت ثروتك ولا توفى لك أحد ولا ماته وعيالك ولا ماتت أمك ولا ماته أبوك ولا مات تحزن أنت كأنسان لكن تعرف أنك كل هذه ولا شيء مقابل ما ينتظرك عند الله سبحانه وتعالى فهذي لأنا أحس أنهم فهموا الحياة عدل مرقعت مع شايب عجيب يعني شكله ما يساعد على الكلام اللي يقوله يتكلمني هو داق السيقار يقولي شوف يا عبد الله الواحد لازم يفهم الكيميا اللي بينه وبين الله سبحانه وتعالى الترس ما يركب إذا كانت الأسنان ما هي عدلة لازم الأسنان تركب مع بعضها والكيميا نفس الشي ما تركب المواد مع بعضها إذا ما كانت تروس ضابطة فأنت لازم تفهم الله منه الله شنو عشان تقدر تتعامل معاه وتفهم رسائله وتفهم متطلباته وتقدر تحققه ونت سعيد قلت والله يزين كلامك بس لو ما لمو هذي بس لو هذي يقول له كلامك والله ويد حلو وفعلا هو نفسه يقول ترى أنا ما فهمته وعمره إن كنت وكتب الثمانين قال ترى أنا ما فهمته إلا قبل سنتين لما زوجت إياها الكانسر وقعت وإياها بأمريكا التعالج هني فهمت الله يقول هني فهمت الله وتغيرت نظرته للتعامل مع الله سبحانه وتعالى فأقولك يعني يمكن هي مسألة أنا ما أفكر أنا أعتقد المحظوظ أعتقد موضوع علاقتك مع الله مع ربك يعني هي مسألة وقت الواحد يفهمها أعتقد يمكن الذكي أو المحظوظ سنقول اللي يفهمها مبتشر صحيح صدقت صدقت ساك على القوة دكتور الله يحكور ما قصت إزاك الله خير إزاكم خير إزاكم خير